معرض الصحافة من قناة شروق الإخبار أهلا بكم وهذه جولة سريعة لمختلف الصحف الوطنية العربية والعالمية لقراءة مختلف ما جاء فيها من عنوين رئيسية نستهل جولتنا الصباحية بجريدة الشروق اليومي التي عنونت صفحتها الأولى بمواضيع متنوعة وكتبت الإمارات والمرتزقة لنجدة الصهاينة جسر بري لنقل البضائع من ميناء دبي إلى إسرائيل عادت جريدة الشروق على صدر صفحتها إلى موضوع آخر وكتبت موضوعنا بثبات نحو أخلقة الحياة العامة أين شدد رئيس الجمهورية على جعل المجتمع المدني قوة اقتراح فعلية وفعل التمسك بالخيار التشاركي والالتزام بالعمل مع السلطات العمومية والالتزام وفق المقتضيات الدستورية بالإضافة إلى عديد النقاط تطلعونها ضمن هذا المقال عادت جريدة الشروق اليومي أعلى صفحتها الأولى إلى موضوع آخر وكتبت قسوم يقول اجتماع الفلسفة والإصلاح والقلم في رجل واحد وكتبت اليومية في مواضيع متفرقة في الرياضة كتبت نجوم الخضر يريدون التتويج بكان ساحل العاج جرارات وحصادات من الجيل الثالث فاللاحون يختارون صنع في الجزائر هذا جديد أسعار عمرت رمضان لموسم الفين واربع وعشرين وكتبت تحديد عتبة الكفاءات في امتحان السنكيام الجديد نبقى وإيكم ضمن جريدة الشروق لنهار اليوم واخترنا لكم منها هذا المقال الذي عنونا كالتالي تحديد عتبة الكفاءات في امتحان السنكيام الجديد تقييم مكتسبات المترشحين في أربعة عشر مجالا متخصصا حددت وزارة التربية الوطنية بدقة قائمة الكفاءات المستهدفة والمعينة بامتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائية المعروف باسم السنكيام الجديد إذ تم ضبط المحاور الأساسية للمعارف والمكتسبات العلمية والتي ستبلور في شكل أسئلات تطرح لاحقا على التلاميذ في الاختبارات الكتابية والمشتركة والمقرر برمجتها في ثلاثة أيام ابتداء من الثاني عشر مايو المقبل إضافة إلى مختلف التفاصيل تطرق لها هذا المقل إلى مقال آخر دائما ضمن يومية الشروق اليومي وجاء فيه هذا جديد أسعار عمرت رمضان لموسم الفين واربع وعشرين ووكالات السياحة والأصفار تشرع في استقبال الحجوزات شرعت وكالات السياحة والأصفار في استقبال طلبات الحجز الخاصة بعمرة رمضان لموسم الفين واربع وعشرين رغم عدم صدور البرنامج النهائي للرحلات الجوية المنتظر منتصف شهر جونفي المقبل وتراوحت الأسعار الأولية المعروضة لدى الوكالات ما بين خمس وثلاثين مليون إلى ثمانين وأربعين مليون سنطيم حسب ظروف الإعاشة والخدمات المقدمة وتستعد الوكالات لوضع برنامج خاص خلال الشهر رمضان والذي يعتبر شهر دروة بالنسبة لمتعاملية السياحة والأصفار ورغم عدم تحديد برنامج الإسكان والنقل في البقاع المقدسة بصفة نهائية إلا أن الوكالات المتحصلة على الضوء الأخضر لتنظيم العمر شرعت في استقبال حجوزات المواطنين التي وصفتها بالضائلة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية تطالعون عديد النقاط ضمن هذا المقال من جريدة الشروق إلى يومية الخبر التي علونت صفحتها الأولى بالبنط العريض وكتبة الإنقلابي الدموي جويتا يلعب بالنار ويحاول التأسيس لكراهية بين الجزائر والشعب المالي عادت جريدة الخبر أسفل الصفحة الأولى إلى موضوع آخر وكتبت قرار مجلس الأمن طعمه غداء ورائحته قتل للأسف الشديد في عنوان رئيسي وبالبنط العريض وعادت جريدة الخبر أعلى الصفحة الأولى إلى موضوع متداول وكتبت تبون يريد مجتمعا مدنيا ممتدا متلاحما ووطنيا ودوليا بالإضافة إلى عديد النقاط التي تطالعونها أو المقالات التي تطالعونها ضمن جريدة الخبر لنهار اليوم من جريدة الخبر إلى يومية النصر لهذا اليوم التي عنونت هي الأخرى بموضوع متداول بين مختلف الصحف لنهار اليوم وكتبت المجتمع المدني الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولار إستبون يشدد على أن الجزائر ماضية بثبات نحو أخلقة الحياة العامة ويؤكد على ما جاء في العنوان كتبت جريدة النصر أسفل الصفحة الأولى الإطلاق الرسمي للتمويل التساهمي للشركات الناشئة والترخيص لشركات الاستثمار بامتلاك أكثر من تسعين وأربعين بالمئة من الأسهم كتبت جريدة النصر أعلى الصفحة الأولى في موضوع غزة انتشار جثامين الشهداء المتحللة في الشوارع غزة فيما يعاني كل سكان القطاع من أزمة غذائية حادة للأسف الشديد كما تطالعون عديد المواضيع في الطربية والثقافة والمجتمع وغيرها من جريدة النصر إلى يومية أخبار اليوم التي كتبت هذا ما يريده الرئيس من المجتمع المدني لجعله قوة اقتراح فعلية وفعالة الجزائر الجديدة جعلت من المجتمع المدني والشباب ركيزة أساسية عادت جريدة أخبار اليوم أعلى صدر صفحتها إلى موضوع آخر وكتبت خطة أوروبية لتضمير حماس تقرير دولي يكشف حقيقة تكالب ثلاثة دول كبرى على فلسطين وخبراء يؤكدون أن الحرب على غزة الأكثر دموية وتضميرا في التاريخ عادت جريدة أخبار اليوم أسفل الصفحة الأولى في مواضيع أخرى وكتبت تمويل إسلامي لاقتناء سيارات بنسبة معينة وكتبت ضوابط للتواصل على وصائل التواصل الاجتماعي كما تطالعون عديد المواضيع المتفرقة التي جاءت على الهامش الأيمن لليومية من جريدة أخبار اليوم إلى يومية الغد الجزائرية التي كتبت رياح البحر الأحمر تجري بما لا تشتهي سفن أمريكا وواشنطن تعمل أقول على الاستنجاد بقوات عربية بعدما انسحبت فرنسا وإسبانيا وإيطاليا من التحالف الدولية عادت جريدة الغد أعلى صدر الصفحة الأولى في موضوع رئيسي المجتمع المدني الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة هذا ما قاله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كما عادت اليومية أعلى الصفحة الأولى الجزائريون غير معنيين بمضايقات قانون الهجرة الفرنسي الجديد تطالعون ضمن الجريدة في مواضيع متفرقة تمويل إسلامي لاقتناء السيارات بنسبة 90% الأففاس تتذكران أقول الزعيم دا الحسين وعادت اليومية أسفل الصفحة الأولى إلى مواضيع أخرى باريس تنتقد سياسة إفريقيا الفرنسية بتخفيض سري لقوتها التمويل التساهمي همزة وصل رقمية بين المؤسسات الناشئة والمستثمرين و2255 منصب مالي للالتحاق برتبة أستاذ استشفائي جامعي من جريدة الخد إلى يومية الجمهورية التي كتبت الأسرة الغياضية في حداد قتلان وعشرين جريحا في انقلاب حافلة مولودية البيض تضامن كبير وتعليق لكل النشاطات الكروية كتبت جريدة الجمهورية تدشينات وتوجيهات لرفع وثيرة التنمية وإنزال وزاري بغرب البلاد عادت جريدة الجمهورية أعلى الصفحة الأولى إلى موضوع وآخر وكتبت التأكيد على المصالحة بين الأشقاء الماليين وفق مصار الجزائر عطى في استدعي السفير ماهامان أمادو مايغا ويناقشه كما كتبت وصول أول الجرحى من غزة إلى الجزائر وإبراز المقاومة الفكرية والإنسانية لمؤسس الدولة الجزائرية في الدكرة السنوية لنفي الأمير عبد القادر من الجزائر من يومية الجمهورية إلى جريدة السلام تطالعون ضمن جريدة السلام قروض إسلامية بنسبة 90% لاقتناء السيارات من بنك الجزائر الخارجي رئيس الجمهورية يقول المجتمع المدني هو الحليف الأول لتحقيق استقامة الدولة ومبادرة الرئيس تبون تبرز الأهمية الكبرى التي يوليها للسلطة التشريعية كما عادت جريدة السلام أسفل الصفحة الأولى إلى مواضع متفارقات تطالعونها ضمن اليومية من جريدة السلام إلى يومية المصار العربي وكتبت جولان الإرهابي يحتفل بهروبه وأزمة غذاء تضرب الكيانة فيما تزداد المقاومة شراسة وبسلة عادت جريدة المصار العربي على صدر صفحتها وكتبت رئيس الجمهورية يؤكد وجاهة المراهنة على المجتمع المدني لبناء نموذج تكامل مع السلطات العمومية وكتبت في مواضيع أخرى رأس السنة الجديدة على وقع الأمطار وحضر صفحة يومية المصار العربي من طرف إدارة فيسبوك للأسف الشديد من الصحافة الوطنية إلى الصحافة العربية وكتبت جريدة القدس لنهار اليوم في موضوع رئيسي غزة استعصاء الشجاعة وانتكاسة غولاني هذا ما جاء على جريدة القدس لنهار اليوم من جريدة القدس إلى الصحافة العالمية وتطالعون ضمن جريدة لوموند كتبت بحسب آخر تقارير منظمة التغذية العالمي يعيش 93% من سكان غزة حالة الأمن الغذائي في أقصاها أو في مراحل متقدمة جدا وكتبت ربع العائلات قد تكون في المراحل الخمس من هنا أقول إلى شهر فيفري في غياب جاد أو غياب حاد للأسف الشديد للاكل ما يتسبب قريبا في المجاعة في قطاع غزة إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام معرض الصحافة لنهار اليوم كانت هذه أبرز العنوين للصحف الوطنية العربية والعالمية شكرا على كرم المتابعة والإصغاء إلى اللقاء نحضر معنا الصبيحة اليوم خلوني نرحب بكريم مسوس صباحك سعيد أخي صائفي التغذية شكرا لقبول دعوة البرنامج مرة أخرى سلمك صباحك أسعد أخي وصباح سعيد جميع المشاهدين شكرا لك أكيد رح نحكو على الحمضيات علاقتها بالسمنة السكري فقرة الدم وغيرها من الأمراض للأسف الشديد حتى لاغريب اللي رانا كامل بها ده وقتها الموسم ديالها جارانا بلاغريب ويمرضوا واحد نمرضوا وقع صح يلا نحكو على أهمية تناول هذه الحمضيات في وقتها أبويلان قبل أن نتصل في صلب الموضوع بسم الله أحمد رحيم أولا نشكركم على الإستطافة هذه وشكر مشاهدنا على الوفاء التحهم لحضروا معنا في هذا الوقت الخاص بالغذاء من يخص للحمضيات هي فصلها كما وقتها يعني وقتها هذا وقتها وحتسبت حالة جدا معقولة لأنها كان قناها بسانة ما تلفاتت يعني كين مندالين كين تشينا يعني كين القارص بأثمان تحية يعني جدا معقولة وبألوانها الزاهية وبأدواقها الرائعة ومنافع لي كين فيها صح إذن المواطن الكريم كين يوحي شري البرتقال أو المندالين أكيد أو أكيد يعني أول نظرة تعبنة قولك بني مندالين يبنينا تشينا يبنينا ولكن نظرة صحية ممكن تكون تكون صحية أو عن ما لازم يعرف من مندالين و تشينا أو اللقاء عرص ولا يش فقط من باب البناء و من باب الجمال وحتى مباب الطبخ كانت تسعبنها في أطباق عديدة وحتى مباب السحر هي عمارة عن كنز طبيعي سمارة ربي صبحانه وتعالى ستعطى هنا خاصة في فصل الشيتاء كما قلت من أجل وقاية أو الحد من إمتشار الأمراض التي عندها علاقة بالفيروسة تتعرف فصل والحاجة التي تعجبني في الجزائريين أو في المرأة الجزائرية والأمة الجزائرية تحديدا أنه ما ترى طواله في هذه الحمضيات حتى المبشور حتى القشور تبشرهم ونكلهم يعني علما بأن المبشور التعول للزاس هذا حتى ما فيه فايدة فيه فايدة يعني فيه فايدة يعني صحية فقط لما دم تنقلك لي والزاس كانت قادر منه أبدا أن نبدأ بشعله أنا خاصة ماش نتكلم عليه كناس يديره في المسكوت وشو كان يديره في الأطباق وكان يعني كان حيل كثيرة صحية أهم هذا الحيل ما هي كان عصره يعني لبرتوقال يعني عصر برتوقال قاعتنا هذلك الطبقة التي تقعت في الحيلة هذه كتاع اليد تقعت من الناس كين صفيها يعني لن خرجوا إلى جبه وهذه كل البقايا يجعلون باحدهم هذو كل البقايا هذو هم جداً مهمين لصحة الفرد للأسف غالب لنا استرميهم كنا نعطون ميتها فقط نعطون في ذلك من البرتقال هذا والعاصر دياله كيف ندير حباب برتقال هذه حوالي فيها 20 غرام سكر حوالي يعني المعدل لا ممكن يكون أكثر وممكن يكون أقل 120 غرام فيها 20 غرام سكر كنت تبرين المشاهدين على حجم الليل نعم هذيك حباب برتقال يعني بحجم عادي بحجم صغيرة بكبيرة نعم فيما يخص هذه فيتقريبا 20 غرام سكر ولكن كنا عصروا هذه البرتقالة كنا عصروها لازمنات لتحببات شينا هندلوك كاسم ليحة عاصر إن تحببات شينا معندها كعين 60 غرام سكر إذن هذا العاصر اللي فيه العاصر هذا الطبيعي بدون سكر الله فيهه 20 غرام سكر أعطاني فقط في هذه الحربة المتوسطة كمرا نشوفه في الصورة فاقر من ألياف وهذه غنية بالألياف ماذا أريد أن نقول للمشاهد الكريم هذك لي قاعد هذك مليحة بزاف أنا قد عليها مليحة بزاف الناس اللي عندهم مشكلة السمنة الناس اللي عندهم مشكلة الكوليسيرول الناس اللي عندهم دهون ثلاثية ويقاية من الإمساك المحافظة من محافظة على الرشاقة هذك عبارة عن كنز غالبا نسترميه غالبا نسترميه هذك ناكله هذك مهم بزاف كين طيقين حطوه وانده بيه في الدار يتنافسه وشكل يأكله أنا في بالي غيرانالي ناكله لازم في البيت يتنافسه يتناكله ولكن نقوله بصفة عامة لديك في الدار واحد مشيان وواحد سمين هذك المشيان يشرب العاصر في الطاقة كبيرة هذك المشيان يأكل هذك القشرة هذك يعني ميرميهاج هذك غنيه بالألياف هذك تكلمه عن المندانين وكلمه عن تشينك من باب الاستيالك الصحي يكون أحبه فكية كاملة حسن بكثير من عاصر نقول عاصر ما رجل يقول ممنوع ما رجل يقول عبارة عن مادة غدائية جدا خاطئة لكن الأقل فائدة ليس الأقل فائدة فيها فوائد الناحية المؤقتة وش ما عندها كنا نقولون ناخده عاصر برتقال طبيعي فيها تلتحبات البرتقال عبارة عن عاصر عبارة عن جده كثيف من ناحة فيتامينات وش مش كثيف فيتامينات حبات شينه هذك كاملة المعادن غاني مرضاة الأكسادة غاني ولكن السر في صحة الإنسان وموقاية من الأمراض العصر أهمها السمنة وما يأتي من السمنة هي الألياف صح فيتامينات تخلوا من الوقاية لكن الألياف هو العنصر المهم إذا كم يعدوا على الألياف بشكل رهيب في هذه السنوات الأخيرة هنا يبنوا أمراض يعني علاقة بنقص تناول الألياف وهي مشكلة السمنة والكوليسيرو بعد أمراض القلب والشريين حتى بعد أمراض السرطان قولون لهذا الإنسان يكون يحب برتقال باب الصحة يكون يحب أحسن عاصر العاصر يمكن أن يكون له حالة استثنائية مثلاً من حالة مؤقتة معينة إنسان جتول على قريب مثلاً في هذه الحالة يمكن أن يأخذ العاصر كما قلوه كعلاج كمساعد يأخذ العاصر بناع عاصر بناع مركب مكثف أو بناع كمية جداً عالية من فيتامين سيب تساعده على الوقاية أو على الأقل يرتاح ويساعد في شفاء لكن فيتامين سيب كما يبري كما يساعد جسم الإنسان في الاستشابة يقوم المناعة تبري إذن في هذه الحالة مسموحة لكن لا يوجد عاصر بشكل يومي على مدى الفصل على برتقال هذا خطأ شائع ومدى في أقرب وقت يحبسوه ولكن عاصر فيه بعد منافع يمكن أن نتعلم بعض الناس أهمها عندما تكلمتها في المقدمة سنتكلموه عن مشكلة كرون لديه مشكلة كرون لا إرسية لديه مشكلة كبير فهذه الحالة هادية عنده الكرون غالباً يكون عنده إسهال وذلك الإسهال يكون يصحبه دم وعنما الدم فهي يأخذ حباك تشينا كاملة هذه الألياف التي نحيناها ستزيد في الإسهال ستزيد في الإسهال لهذه الحالة الخاصة ويكون في مرحلة يكونون دياري فهذه الحالة هادية سنعصيه بالعكس ننصحوه لهذه الناس لأنه في إسهال وهذا العصر هادا فيه كمية كبيرة من فيتامينة وتماء عدن وضعة الإسهال ستقوي هذا الإنسان يرى هو ضعيف من الإسهال يبرى ومرض الكرون لا مراض مزمن ولكن في هذه الحالة هادية العصر المسموح كذلك العصر المسموح لأن الإسهال يدون كورون في نفس النظراء هناك أخطاء شائعة وكاريتية لأسف يدونها بعض الرياضيين خاصة أنه لم يكن لديهم معلومة حول الغداء لأن الرياضي كنت تكلمون عن الرياضة كيف هي مرحلة التدريبات والتدريبات كان مرحلة يوم مباراة غداء خاص كان غداء قبل المباراة بعشرة ثقائق وكانت مرحلة بعد المباراة التعويضات أهم مرحلة وما كان مهم هنا أهم مرحلة هي التعويض لكن غالباً هناك أطرق الرياضيين هناك أطرق الرياضيين لأن هناك أطرق مباراة وما يخسر لأن هناك أطرق قبل الأكل مرحلة المهم الرياضي العاصر يسحقها في كل هذه المراحل ولكن أكثر أهمية يسحق العاصر البرتقال في مرحلة ويسحق السوائل إذا يضحقتنا الرياضة نرجع إلى ثاني نوع من أنواع الحمضيات وهو المندريد المندريد هي نفس خاصية غنية الأكسادة الألياف والمعادن والبوتاسيوم هذه كلها خاصية هذه ما يخص المندريد أنا أحب المندريد أكثر من المرتقال أنواع المندريد نعم كيف نبنى كليمانتين ماذا الفرق بينهم؟ الفرق في القيمة الغذائية في كل واحدة؟ نعم فيها فايدة فواكل صغيرة نقال بالأحمر والأصفر يكون اللون غامق نون غامق نعم يكون اللون غامق يكون أكثر فيها بروفيتامين أ فيها بيتا كاروتين بشكل أعلى نعم 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 فهمنا بنقطا بنقطا هي مهمة مندريد بدأ مندريد من م specimens مهما كان السور الأمي معالج مندريد Umar مندريد صغيرة و تشينا تقعب تشينا مهما كان مهما كان ثامن تاحا و الشكل تاحا مندالين كبيرة و مندالين صغيرة كيف كيف في الفوائي تواحا لهذا قد كنزاكيش مندالين تقيمة نفسها قيمة كلها غالية فيتامي سي والأكسادة والمعادن والبورتاسيوم والعلياف يبقى الشكل تاحا الجميل هو اللي يحدد ثامن تاحا ولكن محتوى صغير حبينا نقولكم ينساكيش الفاكية يدخل السوق يشهد الفاكية الشابة اللي مليحها ولكن غير معالجة كيميائية نحن نحن نشو الفاكية هذه الفاكية الصغيرة اللي كبرت بدل المعالجة كيميائية هي أحسن أكيد منتهفوش بالحجم الكبير ولكن يندفوها الأراصل المندلة كبيرة بدل المعالجة فهنا نحب نقلهم نساكيش للمرشي فاكية تعطيف فاكية تعطيف فاكية تعطيف فاكية تعطيف كما للتينة الصغيرة صغيرة ساعة صغيرة تكون بنينة على الكبيرة صراحة ودفوها للتينة الصغيرة والمندلين الصغيرة والمندلين كبيرة كذلك كنت كلموه على الدوق إذا كانت مندلين قارصة ومندلين بنينة هنا الفرق في البنة مشي في القيمة الغنائية قارصة يعني حجي حمضة فيها فيتامين سي والأخرى فيها فيتامين سي وفيها معادن فيها بوتاسيوم وفيها فيتامينات كذلك السكر يكيف فيها قارصة ويحلوة كيف كذلك عندهم مرض سكة وعندهم مشكلة على السمنة وعندهم مشكلة على رجيم نقص الكالوري وكذلك نأخذ مكثرة قارصة ما تضرنش وقارص الليمون عمنا عن حمضيات هذا خطب كل أنواع حمضيات كانت بنينة يعني قارصة فيها نسبة على السكر تقريبا نفسها لهذا الاختلاف غالبا في الشكل وفي السومة أما المحتوى تحتها محتوى كمرة نشوفوها تبقى مندارين مندارين تقال مندارين 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 إذا هذا يسان تحببت أكلتها كلهم بعد ذلك أكيد لازم نتعلم بسكانية عندي الإنفلونزا يلا حتى نفس الشيء بالنسبة بالنسبة لتشينا يعني نقوله أنه حتى إلى اختلف الشكل ديالها يعني بين نوع ونوع تبقى القيمة نفسها نعم ندخلنا في الأنواع تعلامرات كيف نستعملها يلا قلنا إنسان أنه مرض سكري تقريبين 150 قرام يعني حبا تغطي الكف ما تكونش بحلولها هكذا بزافة كما هادي يعني صغيرة عادية إذا كان مندارين شابا حبا باركاتي إذا كان صغيرة أمش حبات مندارين هذا بالنسبة للمرض السكري نعم وكلم بعض الناس يدعون لها بعض الأخطاء يدعون لها الناس اللي عندهم مرض سكري ما هي؟ ما بنسى عنهم مشكلة ماشية إعادة عادة يأخذ حبا مندارين مثلا يأكل حبا مندارين ولكن هذه القشرة هادية يرميها نعم هادا خطأ هذه القشرة هي تساعد تثوز سكور الدم هادين كنت نأخذها مندارين أحبا تشنا معلومة مهمة جدا هادية نأكلها به بقشرة تحبا تسعود إعادة هادية حتى الحبات حالتخدانية العظمة هاديك رهي عبارة فيها زيوت عطارة مليحة جدا صحة الإنسان إذن هادين مندار قارز إن كنا نأخذوا حبوبات تحدي ما نرموهمش سيين كسروهم بسننة ماش نخلوهم المحتوى التحوم يستعمل عن طريق الجهاز حتى إذا كانوا ماشي بنان نعم ولكن لازم نعم نعم الأحسن لذلك الحببات يكسرهم سننو وياكلهم بما يخص ل دونك نعندو مشكلة على مرات سوكارية حبة 150 كرام ما تكونش عاصة تكون حبة كاملة أحسن وما نرموش للقشرة تاع الجلدة تاع الحببات تاع المندارين إذن عندو مشكلة تاع الكوليستيرول في الدم ذاديع لل ديال كل حمضيات تساعد بشكل عجيب على ارتفاع على مساعدة للارتفاع لأش ديال كوليستيرول جيد وتحبط لل ديال أي المندارين المتشينة تكون فوقتها تساعد الوقاية أو المحافظة على صحة القلب والشرايين فقط في تحقق الصغير البومبليموس أكيد نروح وضوك البومبليموس فيها محتوى محتوى بعد المركبات العضوية التي كانت فيه قد تؤثر على بعض أنواع الأدوية لتتمثل كوليستيرول الدم إذن الإنسان يروح لمرض يروح لطبيب تأتي على الكارديولوج يروح لطبيب تأتي على الطبيب الداخلي يقول له أسود أن نأخذ أسود أن نأخذ بومبليموس بعد الأدوية لا تتمشيش مع بومبليموس في هذه الحالة هادية ما في الأنوتيس مكتوب لناخله في هذه الحالة في حالة أخذ هذه الدواء يستحصل تباعد بين أخذ البومبليموس والدواء وهذه حاجة مهمة جدا لازم نطرقوا لها أن الإنسان يتقف نفسه من هذه الأنوتيس ولا العالمة من الورقة لتكون داخل علبة الدواء نصيحة السيدة لي أو قراءة الوصفة هذيك هي جدا مهمة صح وللأسف يمزين ما يقرأوها ما يخص هذا الدم مشكلة على كوليستيرول في الدم ما يخص مشكلة الدهون التولاتية الدهون التولاتية نعرف الدهون التولاتية يعني علاقة خاصة بالدهون غير صحية ونعلاقة كذلك بالفريكتوز عش نقول فريكتوز يعني البرتقال ومندارين وبومبليموس محتوى هم جدا محتبر من فريكتوز عالي نعم وإنسان فريكتوز نعم أعطاني بومبليموس هذيك فقط نعم يلا اللي راني نشوفه فيها حبيت نحكي عليها في هذه تحديدا خليني يقول بل لي كاي الناس يشربوها صباح ربي يعصروها ويشربوها يوميا من شكل يوميا على الفراغ وهذا الشي شفناه أو فيديوهات شفناها أيضا وغيرها ولكن يأخذ بعض الأدوية يأخذ بعض الأدوية حقيقة ولكن يشربوها بشكل شبه يومي أو يومي كل صباح على يعني كما أقوله على فراغ سيفوشته هذي فكرة خاطئة كأنه الحل المعجزة لنقص الوزن نقص الوزن ويأخذه هو الإنسان يأخذ بومبليموس بشكل يومي بشكل مكثف ومقابل بمقابل موشي يأكل وأكيد حين الشيان ولكن الشيان تعمل لديها حلقة بومبليموس بوهم بمقابل كفاكه ممكن توصف في وصافات تعني قص الوزن لأن المحتوى هم فيتامين سي ومركبات الأضوية وحبا لمستخدم الأكسادة تساعد بمساعدة ليس لا نقص ميزانا تساعد في تفكيك الدهون ولكن لا أحد دور في عدم امتصاص الدهون لهذا تساعد في النقطة الأولى والثانية ستساعد في إعطاء صحة لسم إيسا بصفة عامة وبهاء للوجه إذا كيش يان ببهاء في الوجه لما يقولون عنده لشوق موشلق لما يقولون غاخ فالعمين قولوا وجه ضاوي ما شي مدمال يعني صحة فالحالة تساعد جيه كل فرق يساعدوا لهذا ممكن نخلوها في المصفر إدائي وكما تكون هذه معبرنا حل سحر لأن شاق هذا خطأ ولكن فقط نتطرق إلى نقطة مهمة جدا كان بعض الخبراء في التغذية ينصحوا بللي ما ناكلوش الحمضيات على الفراغ صباح ربي قول لك غير صحة فهو فيها يعني اللي أخذ الحمضيات على الفراغ مرهو مشروب كاریته إذا كان مره على مره مره على مره مره على مره مره عمقين موشروب كاریته ولكن إنه يستحسن يقول لك الاول سحر لعزاسيدة أو له مكانش هو ما فيش العزيد هو فيه العزيد العزيد استخيك هي حمضيات حمضيات ولكنتشين العزيدين تشوفوه عنا نستمعوا أكي طابيراً نعرفوه الأسيدية تباع الحنوذ فيها الأسيد سيتريك وهو يمدلو هذه الخاصيات على الحمضيات في لسنة فيما يخص لكي نشربو على الفراغ فقط يكونوا مميه هنا فكرتني في نقطة مهمة تبلموسنا على أي فاكهة أخرى الناس يمدلون يجوا بلادهم الصغار أطفال كيزين يفوت سالشهور يقولك بين أربعة سالشهور لكننا نفضل سالشهور خير لا يجعلنا نستلبو الحساسية على الأطفال في هذه الحالة يمكن الإنسان أول مرة يجعلون عصير تلك البرتقال أول مرة يجعلون ربع عصير طبيعي وثلث أربع عصير ماء كيلا تلك الطريقة تقريباً من المدى تخلط حوالي شهر وشهرين وماذا يمدلو نص عصير طبيعي كمبليموس لعصير تلك البرتقال واذاك نص لأخر ماء واذاك كيف يدخل العام واذا يمدلو ربع عبانا عن ماء وثلث أربع عصير ويبقى بديك الحالة هذيك تسمى هذا الأطفال حتى الكبار يحب يأخذوا عصير على السبع الفراغ من أحسين يزولوا شوية ماء تم يهتعوه باش العاقل ميأترش في حالة ما ينحقوا الحال معيدية ولي عنده ولا يغفلها هذك ميأترش عليها جميل طيب نروحوا إلى الناس أني عندها أمراض لازم تتفادى كل الحمضيات في فصل الشيتاء ما يأكله همش هي في الواقع لا يوجد أمراض تنصح بعدم أخذ الحمضيات إلا في حالة ما لديهم قصول كالاوي في هذه الحالة هذة ليس أي قصول كالاوي لا في حالة ما كان لديه قصول كالاوي وعنده في نفس الوقت بوتاسيوم تاوطالع لكن بوتاسيوم تاوطالع نعرف من الفواكهات كلها فيها بوتاسيوم وللأسف في هذه الحالة هذية الفواكهات نجتنبها قد الاستيطاع نشير منها أكيد منهم الحمضيات تأخذ بكمية جد ومعتدلة وتحت الوصاية تحت أخصائي التغذية والطبريات ليعرف كمية بوتاسيوم لكلف الفواكهات نروح إلى ما يبقى في الطاولة وهو القارص القارص الذي أخذ الصادا والله هو ذكا مشهور كل الناس يقول لي يحب زيت الميزان يشربوا يحب ينقص يشربوا بطريقة مختلفة فاليوم القارص رأوا عنده مكانته وعند الجزائريين حتى بالنسبة للناس اللي عندها أمراض نعم القارص هو صح هو يعبنا عن الغذاء السحري لتطهير الجسم السموم خاصتين عندهم بعض الناس يقول لي نخطي قريط لاما نعصر فيها أحباء قارص يعني أحسن ما نعصروا يعني أحسن نغسلوها نقطعها مرصوات خير نحطوها لداخل نحترق الشراء الفقارية هي جدا مهمة فهذا الحالة هذية صح هو يعبنا عن مطهر للسموم بالشكل يعني رائع لكي ناخدوه هاد المشروب هدايا ولكن دايما كي نعرضوا لأغلب الناس اللي ياخدوه ياخدوا من مبار الرشاقة كيف كيف مراهوش مشروب السحري كي يقولون غداء الرشاقة وغداء الصحي متوازن نقص الكسارات الحرارية زائد الرياضة زائد هاد العاصي هاد الليمون يساعد في تفكيك الدهون ولكن مش يكون كمشروب هو الحل في الرشاقة هذا خطأ يبقى الليمون عبارة عن هوا الفواكه خاصة الليمون يبقى من بين الفواكه لتساعد بشكل رائع للوقاية من بعد أمراض السرطان ومن بعد أمراض القلب والشريين لهذا ينسان يبنح يتعود على هاد الليمون ولا هاد الفواكه بصفة عامة بالشكل يومي وينوع الخطأ بمبليموس الخطأ مندري الخطأ تشينا التنوع في كل الفواكه حتى تخذ روطر هوملح وعند من اعتماد الفكهة يعني واحدة جميل طيب المشروب السحري ولا المادة السحرية اللي هي القارص اللي يستعملوها الجزائريين في حياتهم بشكل يومي خاصة مؤخرا في ذل انتشار المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لكن المواقع القارص هو عبنا عن مشروب السحرية يعني في محاربة أو تطهير الجسم من السموم كذلك عبنا عن مشروب يساعد بشكل رائع كذلك في الوقاية من بعد أمراض السرطان حتى بعد أمراض القلب والشريين كوليسور الرديع ويطلع الأشديال يعني عبنا عن صح من مشروب السحرية ولكن لماذا قلت عاصير قارص وما قلت عاصير تلك البرتوقال غالبين قارص لا تنقلش شعني براجع لا تنقلوش ناكلوه طريقة شائعة هي العيال عاصير لهذا مهنة ممكن تكلمون على عاصير لكن كنت تكلم عن البرتوقال والماندارين هنتكلم على حب كثير من ما نتكلم على عاصير جابي يلا أشفع للنقطة اللي وصلنا لها نستقبلوا مكالمة هاتفية باش منطولوش على المستمعين والمشاهدين اللي عم يشوفوا فينا نقولوكم ألو صباح الخير ألو صباح الخير ألو صباح الخير الأخ الكريم صباح الأنوار مرحبا بك شكون معانا ومن أي منطقة فتحيق باطين من مدينة الغزوات ويليت الإنسان والله فقط نطلبهم نغرفة الحكومة يرفعونا فقط صوت باش نسمعوا بكل أريحية باش أيضا المختص يلا شكون معانا ومنين ألو ألو الغزوات شديدا انقطعت المكالمة كالاتصاد من ولاية تيليمسان تحية لكل الناس تيليمسان والناس الغزوات في أقصى الغرب الجزائري يلا نستقبلوا اتصالاتكم من السنافهم نرجعوا إلى موضوعنا لنهار اليوم نحكو عن الحمضية وعلاقتها بالسمنة تحديدا والدهون الثلاثية والفرق بينهم من خص الدهون الثلاثية خاصة لأن بعض الناس لديهم أخطاء التباسي لما يخص الفرواكي والدهون الثلاثية الفرواكي هي غنية بحتيوها أساسية هو السكر وهذا صرف الدوغة حال لذيذ ولكن السكر الكافية كيفية الفريكتوز فيها ساكاروز كيفية الفريكتوز ولكن السكر اللي يتحكي فيها هو الفريكتوز ونعرف الفريكتوز كيفوت 50 جرام فوق اللي يسيركتعه في اليوم يقول لي دهون الثلاثية إذن بعد الناس كانوا لديهم مشكلة عن دهون الثلاثية هو في بلوغ ونحن شحن في الدم هذا بيسمع ونحن شحن في الدم ونحن شحن في الدم لديه علاقات بالسكر حيث تراكبي وليد دهون الثلاثية لهذا في هذه الحالة هادية لا ينصح بأخذ العصائر في هذه الحالة هادية يمكنني أن يأخذ حبة تعبر تقال ولا أحبة تعمن داري لكون الحجم تحيين معقول هنا مسموح جدا ولكن ليس يأخذ العصير هذا ما يأخذ الناحية هذا خطأ كذلك Bourgu كذلك؟ نحن شحن للحمضيات اللي مرضى فقر الدم طور فقر الدم خاصة ي videre علاقات بامتساص للحديد تعرفوا أنitas غدائية في هذا الحديد كان عنصر ليس يخلي ولكن من فقر الدم كان عنصر timing العسن الذي لم يتخطي الحديد هو القاس نحن خاصة الأكت nen وكевич نحن المشكلة خاصة الأخرى يعني هذا في أحدث حالة لديه مشكلة على الفقر الدم يحب هذا وكان يباعد القهولاتي على الوجبات الغذائية مش يمنوعين يباعدهم أما يقرب كل ما هو فيتامين سي لوجبات الغذائية في الحديد فهذه الحالة هدية كما قلنا كل أنواع الحمضيات منيح تقرب الوجبات الغذائية في حالة موجود مادة غذائية غنية بالحديد جميل يلا نستقبل المكالمة هاتفية مش نجاوبوا المشاهدين ونقولوا ألو صباح الأنوار ألو صباح الخير صباح الأنوار شكوين معنا ومنين تفضلي أنا أم عبد النور من ولاية ودسوف يلا تحية لكم تحية لكل الناس الجنوب اللي رام يشوفوا فينا تفضلي سيد كريم رحو في الاستماع شاركينا بتشربتك سلام دكتور سلام أختي عمدي سؤال على القارض مرحبا قالوا لنا باللي مليح ريجيم للسمنة مثلا واحد يكون اثنين عنده جرعة من عصير الليمون يشربوا على الصباح والله يشربوا الأخت ما هي الميزان تاعتك؟ ما هي الميزان تاعتك؟ يعني هل هذه حقيقة أو لا؟ نعم ما هي الميزان تاعتك؟ عندي بنتي أحبت بش تحمل وقالوا لها بش تشرب القارض بش تضع في شوية هي عندها شوية صحية شوية صحتها ما هي الميزان تاعتك؟ يا الله جميل ابقى في الاستماع ستسمعي إلى نصائح وتوجيهات أهل دكتور الأخت فقط لو ممكن تجاوبيني ما هي الميزان تاعتك؟ ما هي الميزان تاعتك؟ والله هي لما أظن هي جوية قريبة 80 كيلو والطول؟ ما هي الميزان تاعتك؟ الطول مترا و قل من سبعين قل من سبعين يا الله جميل أبقى في الاستماع مش طويلة و مش كسيرة شوية مقصة خل من سبعين جميل واضح جدا ابقى في الاستماع ستسمعي إلى توجيهات الطبيب دكتور قلت لك باللي يا الله أكيد ستسمعي سيفاهمك ستلقي الإجابة بإذن الله قلت لك باللي عندها زيادة في الميزان وحبت تعرف صحة تناول القارض ولا شرب القارض بالنسبة وعلاقته بتخفيف الوزن هذه نقطة وحاولت تطرح سؤال أيضا بأنه بنتها من زوجة قالوا لها تناول القارس يساعد على الحمل نعم لما يخص لمشكلتها السمنة هي ما هيش عندها وزن زائد أكثر من سمنة ليس ملاحظة السمنة هي ملاحظة وزن زائد بنتها يعني نعلم على الأم القارس من نحن كانت تعود تلتحق بالفيديو لذلك يددتهم في الأسباع الفاتذ تدخل للقناة الخاصة تلقى تتكلم على السمنة المليح ولكن نضحها فقط على القارس و السمنة كنا القارس ما رهوش مشروب سحري للوزن النقص ليحب نقص ميزان دياله أول حاجة شبك خصية تغذية التعامل مع الغذاء تاو تاليها هي الرياضة هذه هي الحلول السحرية على هذه الحالة هادية احي صح حنا مطلع ما يعيشي التاولي مدى الحياة مكانش يعني هكا مشروب ينقص المشروب مكانش مكانش مكان بعد الحيل ينسي نقص فيهم في فترة قصيره لكن هذك الأخطاء يرجع اسمك تمن لك فقط هل يساعد على الحمل ولا لا 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 ما كاش تراسات ترتبط بأنه يساعد بطريقة مباشرة اللي ساعد الحمل هو نشوف السبوي علاش عن طبيب تحال مختص يلا جامل نستقبلوا مكالمة هاتفية أخرى ونقولوا صباح الخير ألو 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 صباح النور شكون معانا ومنين صباح النور شكون معانا يلا تفكرنا في الاستماع سريدة من قلمة قلمة تحية لك كل ناس قلمة اللي راي تشوفين تفضلي بسؤالك الأخي صغيره في الاستماع سؤالك إن شاء الله يكون في الحمضيات في موضوع الحمضيات والله أخي حبيت نساق سيطال المختص كبير قال نديروا شرائح تالليمون ونديروها في القرعة تالما ونشربوها هذك المان ولي ونشربوه بديل على المال أخر نشربو المعطول أو عندك إنضاز تمهار من الماء ذلك اللي فيه الليمون يلا جامي سؤال واضح راح تلقيه الإجابة بحول الله قاتلك أسكت تقدر تستبدل الماء الطبيعي بالماء فيه الليمون على طول اليوم والشعيدة كان غير مركز بشكل كبير والشعيدة كان غير مركز بشكل كبير كأنه يدرجعوه للماء معطر كأنه الماء معطر طبيعيا لا يشكيش مشيش إشكالية لكن مركز بزاف لكن المركز لا يسمح بشكل يومي ودائم لكي ناخدوه هذا المشرب يعني في هذه الحالة يعني لك الحساب الحالة تحكي فش رحي والقارش حال تحطوه تخليه في الماء؟ حبه قارش في الماء باركات يجب أن تخليها اليوم؟ لا لاجغني برك وكما إذا ما يزيد ما يفوش لاجغني عندما تضعه صبح تكملي العشية لأكثر يعني مو تدوم كينام لا تطلعه يدوم لا تطلعه علىه بشكل كبير لا تحصر كما قلت تمسح القارص المليح وتقطعه الأطراف وتخليه بالقشرة بها بالحزم الحبك كاملة تخليه لا تقشرش القشرة فوقانية كيف كيف رايه؟ رايه خزان أو رايه خزان وهي منجم كذلك للماء عدن الفيتامين يعني يقدر يكون بديل للماء وحده كيفش بديل يعني تبقى لحيتها قاعدت شرب الماء تقار لا لك إذا كان خفيف خفيف إيه يا خاتل خفيف لكش إشكالية لك الخفيف إذا كان مركز هنا لا يستحسن كما قلوه مراحل معينة مداما فصل في حمضيينيات ممكن ولكن بالشكل يومي ودائم لا يبقى الماء الصافي الطبيعي بدون دوق بدون لائحة بدون لون هو المشروب الوحيد اللي هو عبارنا على المشروب المثالي لإسم الإنسان علميين ودينيين حتى نبي سبحانه وتعالى قايا إن وجعنا ما كل شيء الحي يلا نرجع إلى مرض سيلياك والحمضيات وش علاقة الحمضيات بهذا المرض؟ كل الحمضيات مسموحة لمرض السيلياك فقط نتكلموها هنا على المعجون تعلم الحمضيات فهذا الحالة اللي عندهم مشكلة تحت السيلياك والعصائر التحالي نحب يأخذ العصائر التوحى يكونوا عصائر طبيعية ماشي تحتاجل ماشي ما عندهم فيهم الغلوتان يعني ما وجود الغلوتان؟ لهذا ممكن أي مصنع أو العصائر تعالى المتاجر لا نشاطر هذا المرش المقلوب مع هذا المشروبات ولكن في حالة ما إنسان شاهد المشروب في المتاجر لا كان مكتوب فيه بدون غلوتان أو ينصح به السيلياك هنا ممكن يأخذوه لكن غالبا أحسن العصير طبيعي للصحة الإنساء بصفة عامة وصفة خاصة للسيلياك هو مخدم في البيت لأنه خاري من غلوتان حتى المعجونة المربك ينطيبوه لأنه السيلياك ممكن ينطيب المعجون ويقوم بتخزينه في التلاجة حتى الشهر في التلاجة في التلاجة أكيد نقوم بتخزينه مش مشكلة جميل يلا نرجع إلى الحمضيات ومارض فقر الدم فقر الدم كما قوة الإنسان فيتامين سيلي كينا في الحمضيات بشكلة رائعة تساعد على امتصاص الجيد في الحديد في المادة الغذائية لهذا يقرب كل غذاء في فيتامين سي للغذاء المجبرة غذائية التي يكون غنية بالحديد كمثلا لوحوم سيفاء عامة كانت حمراء أو بيضاء او يكون الحديث مثلا الحديث كذلك في الحديد لكن كنت كل من الحديث الحديد الحيواني أحسن استعمال من حليد النباتي الحديد العدس بشي نفعنا مليح بلح نرفه شوية طرف تعل الحمض نستقبل مكلمة هاتفية ونقلوا آخر اتصال الهاتفية معنا في صبيحة آلو 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 رانا في الاستماع تفضلو شكول معانا شكول حبي السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بك أعيشك أخي نحوز الزخصي الدكتور بك على التينة يعني عند عندي حساسية من حالي ولا مش من حالي تفضلي راو في الاستماع بسؤالك حالو حساسية خالك أخي نحوز الزخصي أعلم مباشر أعلم مباشر على ذلك يالله أتفضلي بسؤالك الدكتور السلام عليكم الدكتور سلام أعيشك نحوز الزخصيك أنا عندي حساسية ايه؟ بش فرق هل تشينة يعني مليحة المحساسية أو مش مليحة؟ الحساسية تعويش عندك؟ حساسية يعني هكذا كنت أقول ترابي قيسنية يعني أصخانة بزير ومقلقتني هذه الحساسية مقلقتني بزير يالله جميل قيسنية ترابي قيسنية جافي قيسنية أوم كلش كل الحواج هذه الحرارة ترد بزيف و تقسنية جسنية مستحملش مش مستحمل الخمار كندير و كنعدو نصلي مستحملوش يالله جميل نبقى في الاستمار رح تسمعي إلى توجيهات كريم قد لك عنديها الحساسية هي طبيب المعالج هو لي حديث نوع الحساسيين عندها لكما تكلمت عن الغبار وعالتراب بالعكس نحتلقها بظهور أعراض الحساسية ولكن بالعكس قد تساعد في محاربة ظهور بتلطيف هذه الأعراض لعالتراب الحساسية بصفاء ما مكهش ولكن في حالة ما كان أي حسا غذائية قد الإنسان يفق لها هو صغير لهذا الموضوع فقط بختي صار فقط باش نعرفوا الولاد أنه حسا غذائي ونخلطنوش لناكلها بدا نزروا بحجار القرعة وحدهاش صح فلازم وحده مش نعرفوا شكل حاجة يدرأتهم سيد كريم السوس عن المعلومات المقدمة الصابقة مرحبا بكم معنا في هذا العددين جديد من ضيف المورنينج بعد الرسائل اللي وصلتنا من الجالية الجزائرية في الخارج التي تحدثت عن غياب على البرنامج عنهم وعن مشاكل منشغالتهم نسعد اليوم بأن نتطرق إلى كل ما يتعلق بالجالية الجزائرية في الخارج وخاصة المشروع أو قانون الهجرة الذي يؤرق مهاجرين في أهل الخارج أو خاصة في فرنسا إذن أسعد باستضافة الإعلامي والنائب السابق والمختص في شؤون الهجرة السيد سامير شعبنا شكرا على قبول دعوتنا لنا على اليوم شكرا لك سيدي وتحية لك ولكل متابعين داخل وخارج الوطن إذن بالعودة إلى قانون الهجرة سامير إذا عودنا إلى هذا القانون الذي يقال أنه مجحف في حق المهاجرين ما صار دياله الآن إلى أين وصل طيب ودعني أقول أن هذا القانون قديم جديد بكل صراحة وحتى يأخذ فكرة كل المتتبعين أن هذا القانون هو التاسع والعشرون منذ حوالي عشرين سنة كل حكومة تأتي إلا وقانون هجرة جديد فبالتالي هذا القانون حقيقة لقى يعني امتعاض صخت إن صح القول كل المهاجرين وكذلك كل المنظمات الحقوقية في فرنسا يعني أمس وقبل أمس كانت فيه مسيرات في مختلف المدول الفرنسية يطالبون الرئيس الفرنسي على ضرورة حف بعض المواد التي لا تخدم إن صح القول المهاجرين بصفة عامة هنا نتحدث عن الهجرة بصفة عامة فهذا القانون مثل ما يعلم الجميع هو الآن على طاولة المجلس الدستوري مجلس الحكمة وينتظر أنه تم فصل في الكثير من المواد لأن هؤلاء ليمثلون يعني المجلس الدستوري أستاذي المحترم ليس لهم لون سياسي ولا طيار سياسي بل سينظرون إلى تفاصيل تفاصيل هذا القانون هل هذه المواد لهذا القانون الجديد تتعارض مع الدستور أم لا ففي انتظار ذلك بطبيعة الحال فيه العديد من المواضيع لي بكل صراحة الكثير من أبناء جليتنا يطرحون أسئلة وفيه انشغال كبير كذلك عن هذه المواضيع الجديدة لهذا القانون المجحف حسب العديد من الساسة والعارفين بالشأن السياسي الفرنسي في حق الهجرة بصفة عامة نعم ما هي القوانين والمواد التي تجحف في حق المهاجرين والتي من شأنها انها رح تسبب مشاكل المهاجرين جزائريين في فرصة الله أولا دعني أقول أن هذا القانون يعني إذا أخذنا بالاعتبار هو سلطات البلد ووزارة الداخلية حسب ما قال الوزير هو يجب أن تكون له آليات لكي يجسد وكي يطبق هذا القانون ويعطي كذلك الأحقية لرجال الدرك لرجال الشرطة للقوضات وكذلك للمحافظين يعني لبريفي على شكلة الولاد هنا في الجزائر لأنه كل هؤلاء يقول لك في العديد من المرات نريد أن نرحل شباب مقيم بطريقة غير شرعية لكن القانون لا يسمح نريد أن نحذف هذا لكن القانون لا يسمح إلى آخره إذا أخذنا بالجانب الاجتماعي سيد المحترم أن الكثير من الامتيازات التي كانت تستفد منها الهجرة بصفة عامة يعني الكثير منها ستنزع قضية المساعدة في السكن قضية التغطية الصحية قضية على سبيل المثال المساعدة للعائلات ضيف إلى ذلك هذه المساعدات المالية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل المهاجرين الغير الشرعيين أو حتى الشرعيين لما عندهمش عمل لتسمى الأرسة فكل هذه القوانين الاجتماعية إذا نظرنا كذلك حتى على الجانب القانوني الآن بإمكان الدولة الجزائرية الفرنسية عفوا في حال تجسيد هذا القانون أن نترحل حتى المراهقين لكانت ممنوعة في وقت ماذا ضيف إلى ذلك المتحصلين على الجنسية المزدوجة ويؤثرون على الرأي العام الوطني الفرنسي فبالتالي كذلك بإمكان أن نترحلهم ضيف كذلك للطلبة أن الطلبة كذلك فرضوا عليهم وديعة لننتظر الآن المبلغ المالي ستحدد السلطة الفرنسية بعدما يتم تجسيد هذا القانون في حال تتجسد هذه المادة فكل هذه المعطيات سيدي المحترم خلات المهاجرين سواء المقيمين هناك سواء حتى الراغبين للهجرة إلى فرنسا يوضعوا على مستفهام نعم فهذه مشكلة حقيقة الآن كيف يقف وراء هذا القانون والهدف منه والله اللي يقف وراء القانون بطبيعة الحل السلطة البلد يعني حتى الرئيس ماكرون يعني قالها في العديد من المرات يجب علينا أن نصق قانون حتى ننظم هذه الهجرة حتى نتحكم في الهجرة حتى نعرف من يقوم بأي شيء فبالتالي هذا القانون تريده فرنسا مثل ما ذكرت أن يكون قانون يعني وهذه كل يعني الحكومات الماضية تتذكر جيدا سيدي المحترم ساركوزي أراد أن ينظم هذه الهجرة إيمانيال فالس عندما كان وزيرا أول هولوند باسكوا دوبري فكل وزير إلا ويأتي بأفكاره ويأتي كذلك بمشاريع قانون لكي ينظم هذه الهجرة لأنه موضوع الهجرة سيدي المحترم في فرنسا هو موضوع يعني حديث الخاص والعام عندما تتحدث على البطالة أقول لك السبب البطالة هم المهاجرون عندما تتحدث على الأمن يقول لك سبب عدم الأمن أو غياب الأمن في البلد سببه المهاجرون القضية أزمة اقتصادية هم كذلك يعني البطالة هم فبالتالي في كل مرة نجبد هذا البعب انتع الهجرة وهذا قبيل بطبيعة الحال انتخابات رئاسية انتخابات يعني تشريعية والآن ننتظر في انتخابات برلمانية في السنة المقبلة فبالتالي دائما هذه المواضيع نخوف بها يعني الفرنسي من أصول فرنسية ونقول له يعني إذا نحن الآن في أزمة اقتصادية أو في بطالة أو 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 سبب ذلك الهجرة فبالتالي هذا موضوع الهجرة دائما يعني يأتي في ظروف ما يعني ننسى هذا الموضوع على مدار ستة أشهر على مدار سانة سانتين وبعدين يأتي المشروع لكن إذا أخذنا بالاعتبار صبر الآرى لجرات العديد من المعاهد يعني في فرنسا حقيقة يعني نسبة كبيرة من الشعب الفرنسي يريد أنه تتنظم الهجرة لأنه لا يخفى على أحد يعني حقيقة الهجرة الغير شرعية عددها لا يحصى ولا يعد وسيد المحترم أنت على دراية كما كل المواطنين على دراية أنه الفرنسا يعني جانبها الاجتماعي أحسن من العديد من الدول يعني لو تروح لأمريكا ما تلقاش نفس الامتيازات لتلقى فرنسا كندا بريطانيا بلجيكا إلى أخيره فبالتالي هذا المغاربي أو حتى هذا الإفريقي عندما يريد أن يغادر بلده دائما الوجهة الأولى فرنسا حتى لو يغادر بطريقة غير شرعية ويهبط في الأراضي الإسبانية يريد أن يدخل فرنسا لأسباب عدة من بين هذه الأسباب أولا عامل اللغة عامل العائلة الكبيرة أو الدشرة أو الصديق أو الأخ أو لا أدريانا يعني الإنسان اللي عايش معه هنا في الجزائر وضيف إلى ذلك هذه الجوانب الاجتماعية يعني الإنسان الذي يقيم على الأراضي الفرنسية ثلاث أشهر ويوم واحد يتحصل على التغطية الصحية يعني يكون له نفس الحقوق مثل الفرنسي وكذلك هذه المساعدات يعني الأرساء هذه المساعدات كذلك لبيال يعني في السكن عندما يأجر إنسان سكن الدولة تساعده في ذلك لزالوكاسيون فاميليال إلى آخره فبالتالي قل لك في فرنسا شافوا أنه فيه ضخ أموال كبيرة الخزينة الفرنسية تكبدت خصائر كبيرة وتقول لك يجب أن ننظم هذه الهجرة بقانون حتى نحمي نعم يعني نحمي يعني أقول يعني نحمي معتقدات البلد نحمي اقتصاد البلد ونحمي كل ولكن في نفس الوقت يعني ملحيت وبخل يعني فرنسا من أين تأتي بي أموال من أين تأتي بي ثروات تأتي بها من إفريقيا وشمال إفريقيا نعم من نهب ثروات هذه الدول يعني هناك جانب توازن نعم احنا أشوف إذا أخذنا بهذا الموضوع المهاجرين إفريقيا أو شمال أو شمال إفريقي خاصة دول مغاربية ودول إفريقية يكنوا في درهمهم في فرنسا يعني من ثروات اللي تنهبها فرنسا منها صح لكن إحنا إذا أخذنا بالاعتبار هذا الموضوع لأنه راحوا في بعض أعضاء في البرلمان وحتى في الأحزاب المتطرفة على أساس أنه حتى يكون فرق بين الديانات بين الأجناس بين الفرنسي الأصلي والفرنسي القادم يعني من دول أخرى فهذا اللي راحوا فيه كذلك حتى في هذا الموضوع يقول لك لهؤلاء ليس لهم نفس الحقوق نحنى لمقيمين في البلد يعني كيف أنا على سبيل المثال يقول لك فرنسي أنا نأدي الخدمة الوطنية وهو ينأدي أشو بعدين يدي نفس الحقوق مثلي في الصحة في المساعدات الاجتماعية إلى آخر لكن هذه بيكون صراحة يعني أنا كنت بعت اللقاء لأجراها السيد الرئيس يعني في إحدى القنوات التلفزيونية وعطى خمس نقاط مهمة جدا يعني في هذا اللقاء أولا اللقاء المهاجرين التعليم قال لك لكل المهاجرين حتى ولو كانوا غير شرعيين لهم الحق في التعليم في فرنسا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يعني قضية المساواة بين الفرنسيين الأصل الفرنسي ومن غير الأصل الفرنسي لهم نفس الحقوق كما عليهم كذلك نفس الوجبات ضيف إلى ذلك قضية الأرض يعني الإنسان يزيد على الأرض الفرنسية له كذلك نفس الحقوق مقارنة ببعض ما قيل أو يقال في الصحف وحتى في يعني الندوات الإعلامية وكذلك البلطوات التلفزيونية فهذا من جهة من جهة كذلك يعني الحديث يدور بالنسبة لأبناء جليتنا على قضية الاتفاقية المبرمة في 27 ديسمبر 68 بين الجزائر وفرنسا فالكثير يتساءل والكثير يخلط سيدي المحترم بين الاتفاقية وبين القانون يا هل ترى للجالية الجزائرية ستكون عليها تداعيات سلبية بحكم أنه فيه قانون على كل مهاجرين والجالية هي جزء لا يتجزأ من هذه الجالية أو راح القانون أو هذه الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا اللي فيها بعض الامتيازات راح تكون بمثابة يعني ربما شيء إيجابي للجالية مقارنة بالجالية الأخرى نعم واشنو هي الأمور اللي ربما راح تعود بالسلب من خلال هذا الاتفاقية الاتفاقية والله يشوف أولا العمل نعم أنتم على علم أنه وزير الداخلية الفرنسي كان وعد ب يعني ب أقول يعني أولا بإدماج أزيد من عشرة ألاف عامل في سوق العمل أو في عالم الشغل الفرنسي فهنا هذا هذا القانون بكل صراحة يبقى غامض شوية يعني حتى على الكثير من الناس نعم أولا يقول لك عشرة ألاف عامل لازم يكونوا عنده ثلاث سنوات في فرنسا لازم تكون عنده اثنى عشر يعني بلتان دو باي امتاعوا وكذلك لازم يحسن اللغة الفرنسية لازم يكون عنده ديبلوم يعني في الميدان هذا وإحنا رح نخدمه عشرة ألاف عامل الآن الإشكالية عشرة ألاف وبعدين يقول لك لبريفي هو لي عنده الأحقية باش يختار إذا في قانون الآن وتقول تعشرة ألاف لأنه رح تأخذ يعني نماذج تعشرة ألاف مواطن أو مهاجر غير شرعي لي رح انتا يعني تسوي لما الوضعية تحت على مدار سنة فقط يعني بطاقة تعسنة بطاقة إقامة فكيف يعني نعطيه وإحنا لبريفي نعطيه له الأحقية ويكون هو ليختار وش كل يتخدم وش كل ما يخدمش هذا من جهة من جهة أخرى كيف تفرق بيني وبينك أنا يا عندي نفس الشروط يعني نفس الشروط يعني نفس الشروط اللي رح توضحها نتايا لبريفي كتير مثلي أنا يا ضيف إلى ذلك النقطة الثالثة كذلك إذا تمت العشرة ألاف هذه وأنا يا عندي تتوفر فيك كل الشروط هل رح ترحلني أو رح نخلص يعني عقوبة لأنه الآن حتى في القانون الجديد رح يقوئي مهاجر يعيش بطريقة غير شرعية أو يتجول بطريقة غير شرعية رح تكون عنده ضاربة مالية تتعدى الثلاث أورو ضيف إلى ذلك حتى الشركات لأنه يجب أنه تعلم سيدي المحترم أنه العديد من الشركات الآن توظف مهاجرين غير شرعيين والمستفيد في كل ذلك هو صاحب الشركة لأنه يستغل هذا المهاجر الغير شرعي في أعمال متدنية أعمال شقة وربما يسدد له يعني مبلغ مالي رمزي وحتى هذا الشاب ما يقدرش يعني يروح يرفع به دعوة للدرك ولا للشرطة لأنه ما عندهش أوراق وبالتالي الحكومة الفرنسية تريد أنه تشغل هؤلاء واتدخلهم في النظام الشغل حتى هذا صاحب الشركة يسدد يعني الضرائب ويكون يعني مثله مثل كل الشركات العمومية أو الخاصة فهذا هو الإشكال من جهة يقول لك يعني أنت لو نلقاوك تتجور بطريقة غير شرعية راح تخلص ضريبة ورحلوك البلد تاعك ومن جهة أخرى كذلك يقول لك لا احنا راح نخدموا الناس هذا مع عشر ألاف عاماً نخدموه ومن جهة أخرى كذلك تقول أنت يا صاحب الشركة لو تخدم شاب يعني بدون أوراق راح نعاقبوك وتكون عليك ضريبة وربما حتى للسجن فهذا فيه خلط بكل صراحة لأنه القانون هنا في النقطة هذه موش واضح ضيف إلى ذلك القضية الصحية الآن تعرف سيدي المحترم أنه العديد يعني من المهاجرين يعالجوا ولهم نفس الحقوق في الفحوصة الطبية وربما المتابعة الصحية مثل كل الناس الآن فيه أزيد من أربعة ألاف طبيب كانوا مضاو على عارضة قبل ثلاثة أيام ويقول لك يعني من المستحيلات السبع يعني هذا جنون أنه الآن راح نحيو نحذفو هذا القانون لأنه راح نكبدو كذلك الخزينة التعدولة بأموال طائلة لأنه هذا المريض إذا جانا في البداية وعنده جرح فقط وما نقدروش نعالجوه بالمجان يعني بعد ربما ربع شهور خمس شهور راح تكون عنده أمراض مستعصية وراح تكلف الدولة تكلف الدولة أموال كبيرة فبالتالي يجب أن يكون هذا القانون وليسمح لكل المواطنين أنه يعالجوا بالمجان كذلك قضية التجمع العائلي في وقت وتتعرف أنه كثير من المهاجرين معنيين بهذا الموضوع حتى من العائلات الجزائرية لأنه الكثير من أبنائنا خارج الوطن يريد أنه يتزوج من جزائرية أو الجزائري أو الجزائرية من جزائري وبالتالي لنصت عليه كذلك هذا اللاكور بلاتيرال يعني بين الجزائر وفرنسا أو الاتفاقية المبرمة في 27 ديسمبر 68 لتعطي الحق لكل جزائري مقيم في فرنسا على مدار سنة يعني سنة فقط إقامة في فرنسا يقدر يلحق الزوجة انتاعه من الجزائر القانون الجديد سيدي المواطن اللي عنده أوراق انتاع لازم له سنتين إقامة في فرنسا باش يقدر يجيب الزوجة انتاعه من البلد يعني البلد الآخر يعني سوى مغربي أو تونسي أو حتى يعني إفريقي في انتظار بطبيعة الحال هل القانون هذا راح يطبق على الجزائريين أم لا لأنه احنا هذا من الإيجابيات ومن التحفيزات اللي عندنا في الاتفاقية وكذلك يطلب على المرأة أن تكون تتعدل 21 سنة ولازم أنه هذا المواطن اللي عنده سنتين باش يطلب زوجته تتحق به لازم يكون عنده سكن لازم يكون عنده عمل لازم يكون عنده تأمين ويفرضوا عليه أنه يأمن ولاده وزوجته قبل ما تجيل فرنسا ولازم تحسن اللغة الفرنسية حتى يعني في الحديث اليومي التاحة وربما في الاحتياجات اليومية التاحة مع الأجل كذلك يعني نقطة مهمة جدا بالنسبة للشباب قلت أنا تكلمت على المراهقين في وقت ما ذاك المراهق عنده كل الحقوق ومن المستحيلات السبع أنه المراهق يرحله حتى أنا كنت بكل صراحة سيدي المحترم أتلقى مع العديد من الشباب تلقى شاب يعني مصطاش مباربو كتشوفو تقول هذا مهوش في عمرو يعني موش مراهق لكن في بعض الاحيان يعطي بعض يعني الهوية تاعه تعشاب صغير حتى في إفريقيا من كل الدول باش ما يرحلوش وكذلك كانت الدولة ضخ أموال كبيرة لتكوين تحم لإدماجا في المجتمع الفرنسي وكذلك في النوادي تحم فهذه الحقية وهذه الامتيازات رحت فالآن بإمكان كل مهاجر حتى لو كان في عمرو 12 سنة 13 سنة يقدروا يرحلوه ويقدروا يرحلوه حتى الأباء انتحم الأباء تاعو حتى لو تكون عنده يعني عنده الجنسية الفرنسية والنقطة المهمة الأخرى كذلك قضية الجنسية سيدي في وقت مضى كان الإنسان اللي عنده زوجة زيدت له في فرنسا الابن التاعو يقعد أقل جي خمس سنوات ويدرس فمه بطبيعة الحال بالمجان وبعدين يعني أوتوماتيكيا يوصل 18 سنة يعطوله الجنسية الفرنسية الآن لا لازم خمس سنوات وكذلك الجنسية هذه لازم يطلبها ما تبقاش حق لازم لأباء انتا او يطلبوها في حالة ما ما يطلبوهاش يعني العمر تعدى 18 سنة ما تقوليش عنده حقية في ذلك فهذه القوانين وهذا الشيء ربما اللي يطلبوه كذلك من المغتربين وانا وحتى من الجزائريين أنه يقروا هذا القانون في حال تجسيده ويقروا ما بين السطور معالم القانون الواضحة ولكن ما صار دياله الآن إلى أين يذهب يعني بعد المجلس الدستوري المجلس الدستوري مثلما قلت هم الحكماء هذا من الآن عندهم شهر الرئيس وضع القانون لأنه حتى في هذا القانون سيدي الكثير من الأحزاب وحتى الرئيس بحد ذاته على سبيل المثال قضية الوديعة الوديعة قل لك يعني من المستحيلات يعني كنت نقرأ يوم أمس رؤساء الجامعات والمعاهد الفرنسية ندوا في عارضة على ضرورة حذف هذا القانون لماذا؟ قل لك من المستحيلات السبع أن يكون قانون وديعة للإطارات وللكوادر وكذلك للنجباء في هذه الدول الإفريقية والعربية اللي يجيوا يقرأوا عندنا وندروا لهم وديعة لماذا؟ قل لك احنا يعني نفتخر بجامعتنا الكبار يعني حتى الآن لو تشوف الكثير من طلبة أو دكاتيرا حتى في الجزائر يقول لك أنا خرج الصوربون أنا خرج الهارفرد أنا خرج الـ في كندا أنا خرج جامعة يعني الكامبريج في بريطانيا فبالنسبة له هذه إضافة يعني حتى في العمل قال لك احنا أولا لازم نسهلول من الأمور نحيو هذا الوديعة حتى يتسنى لهؤلاء أنه كي يدرسوا عندنا هنا رح تكون إضافة للاقتصاد التعنا وإضافة كذلك حتى التطور تعلب البلد التعنا والعصران التعو في جميع المجالات لأنه الإنسان هذا اللي يدرس هنا وهذا ما خسرنا عليه هو له لأنه بيكون صراحة سيدي بلال أنت كتشوف الطالب هنا يا الدولة كتش تخسر عليهم الابتدائي تبني له مدارس تطبع له كتب تخلص الستيدة وفي آخر المطاف تزيد تعطيله منحة وهذا الطالب يروح للخارج وتستفد منه الخارج يعني ما خسرت عليه والو يعني ما كان حتى استثمار وبالتالي هذا الطالب ليخرج يقول لك احنا بالنسبة لنا إضافة البلد التعنا وحتى في حال تعودة هذا الطالب بعد تخرجه تعوه وبعد حصوله على الدكتورة البلد التعو رح يكون عندنا افتخار لأنه يبقى اسمنا كجامعة أو كمعهد دولي في يعني في الذاكرة التعوه وفي سيفي التعوه كذلك هما رحين يستفد رحين يتفدوا ربما ألمانيا ألمانيا هي الآن مدارة وديعة إنكوسيون تحداشر ألف أورو إيطاليا مدارة حوالي ربع آلاف وربعمية ربع آلاف وخمسمائة أورو فالفرنسيون الآن وحتى الرئيس باكرون قالها بالحرف الواحد يعني ننتظر من المجلس الدستوري أنه يلغي أو يعدل أو يحذف كذلك أنه هذه المادة لأنه ربما رح تكون أنا في اعتقادي هذا القانون الخاص أو هذه المادة الخاصة بالوديعة بلاكوسيون رح تحذف أو رح يعني تكون مبلغ رمزي حتى باش ما تبهيش الحكومة ضعف تاحها وما تبهيش الحكومة مما من رأي العام أنه درت قانونه تنحلها الآن الحكومة رح يأخذوا القانون اللي يبصلها ويشوفوا الدستور يا هل ترى فيه مواد توافق مع الدستور أم لا إذا فيه مواد لما تتوافقش مع الدستور الفرنسي مثلا شنو مواد لما تتوافقش أنا أعطيتك على سبيل المثال قضية الوديعة اللاكوسيون ما هذا الوديعة قضية كذلك المساعدة الاجتماعية المساعدة الاجتماعية ما كانش في الدستور الفرنسي فبالتالي أظن أن المساعدة الاجتماعية رح يتحصلوا عليها يتبقى يعني في حقية المغتربين سواء كانوا شرعيين عفوا سواء كانوا شرعيين وغير شرعيين وكذلك نقطة لورو جروب من فاميليال ضيف إلى ذلك التغطية الصحية التغطية الصحية تبقى يعني حاجة مقدسة في فرنسا يعني الأطباء وانت تعرف سيدي بلال انت زرت فرنسا في العديد من المرات قوة هذا البلد فالمنظمات الإنسانية تعو عندك السكور البيئر السكور الكاتوليك البانكاليمنتير ميتسان صنفرانتير ميتسان عندك كذلك يعني فارباسي صنفرانتير لمايوس لابي بي بير فكل هذه المنظمات وحتى النقابات كذلك يعني نعطيك على سبيل المثال يوم أمس فيه الكثير من النقابات حتى الميداف في فرنسا طلبوا من الحكومة على ضرورة حذف قضية يعني يعني أقول يعني العرقي اللي مديرين على العمال قال لك احنا بلدنا في أمس الحاجة لليد العاملة كيف انتم رح تديرونا قوانين باش رحلوا الناس احنا في أمس الحاجة لهذا البلد وكذلك تعرف انت القرى العجوز مثل ما يقال عليها انه نسبة يعني السن رأي تترافع وعاشوا أحداث مثل الكورونا الكورونا في الصف الأول من كان في الصف الأول كانوا مهاجرون وبالتالي عرفوا باللي كان فيه عجز فيه نقص وفيه كذلك احتياجات في كل القطاعات وليس القطاعات اللي تكلمت عليها فرنسا البناء النقل الخدمات وكذلك مراعات يعني كبار السن في البيوت يعني وفي النوادي وكذلك في دور العجزة لرهم هما كذلك في أمس الحاجة لكن كل القطاعات في أمس الحاجة بكل صراحة لفرنسا ولكل فرنسا حتى الانتحاد الأوروبي قبل ثلاثة أيام فقط كان فيه اجتماع وخرجوا بقوانين على ضرورة حقيقة محاربة الهجرة الغير شرعية وتنظيم الهجرة بصفة عامة وفتح الباب أمام بعض القطاعات لجلب اليد العاملة الآن كيف يتم هذا الجلب هل سيكون بالهجرة المختارة قال أنا بلال دكتور نحتاج دكتور بلال ما نحتاج واحد أخر لحيجي ديلي مشاكل نحتاجه كوطة قال هذه السنة عندنا نقص في القطاع السكن أو في قطاع لا أدري يعني الفندقة أو في قطاع ما نحتاجه ألف ألفين ثلاثة هذه اللي رح يخليها يعني ورح ربما بعد النتائج يعني المجلس الدستوري ونعرف لأنه بعد ما يتم المصادقة ويتم كذلك قبول هذا القانون على المجلس الدستوري فربما رح تكون كذلك مثل ما يقال هنا في الجزائر بعض المواد اللي ربما ما نقولش رح تحذف لكن رح تكون فيها تعديلات وربما تقلص إذا كان فيها قساوة يعني على المهاجرين أو ربما إضافة أشياء أخرى لأنه هنا كذلك الساسة رح يستمعوا في الشارع رح يستمعوا في النقابات لسي اف دي تي يوم أمس لسي جي تي يوم أمس كانوا فيه مسيرة كبيرة في فرنسا لأنه قبل ثلاثة أيام كان اليوم العالمي للمهاجر وبالتالي كانت فرصة كذلك للكثير من المهاجرين اللي رهم يطالبوا بتسويت المضعية لأنه فيه مهاجرين أخي بيلال رام في عشر سنوات خمسة عشر سنة موجودين على الأراضي الفرنسية وشي عملوا بهم هؤلاء إذن إذا مشينا النقاط اللي رأيت اختلف بهم الحكومة مع مع المنظمات ومع لا مع النواب مع النواب اللي شرعوا هذا القانون وشنية النقاط اللي اختلفت معهم وزير داخلية مع النقاط ورئيس ماكرون مع المواد التي جاءت في هذا القانون شوف الإشكالية بيلال الإشكالية بيلال في هذا الموضوع هو رفض هذا القانون من طرف اليسار ومن طرف حزب الخضر لأنه بعد ما راح للبرلمان لأنه صادق عليه مجل الشيوخ وراح بعدين للبرلمان لرفضه أنا أتبلي هذه الغلطة الكبيرة لأنه لو خلاوا المشروع على مستوى البرلمان كان يناقش في البرلمان وكان كل نائب من كل طيار من كل حزب يدلوا بالدل وتعو وكانوا يخرجوا بنتائج إيجابية لكن الإشكالية أنه ترفض القانون من طرف حزب الخضر وبالتالي كان للحكومة ثلاث اختيارات ليس إلا الاختيار الأول هو سحب القانون حفو قالوا أوكي يا جماعة ما عبتوش فطو عليه يلا نحيوه الاختيار الثالي هو تمرير المادة 49 ثلاثة وتفعيلها حتى يتسنى للحكومة أنه جسده بدون ما ترجع البرلمان مثل مدارو على قانون التقاع نعم والاحتمالية الثالثة واللي كانت فيها والإصراط واللي جسدت هي هذه اللجنة المشتركة اللي متكونها من سبع نواب وسبع نواب من مجل الشيوخ من البرلمان الفرنسي وليهما أعادوا يعني سياغة هذا القانون وأعادوه يعني بطريقتهم بطبيعة الحال وتمت الموافقة عليه لكن يبقى دائما أخي المحترم بلال يبقى الإشكال فقط أنه فيه الكثير من نواب اليسار قالوا بالحرف الواحد أنه هذا قانون اليمين المتطرف وهذا القانون برائحة اليمين المتطرف وحتى الحزب الحاكم وحتى الرئيس قالها بالحرف الواحد نحن يعني نعارض هذا ونطلب حتى من المجلس الدستوري أنه يسحبوا أصوات اليمين المتطرف هذه الإشكالية لأنه الآن كل الأحزاب وهو الفائز الأكبر في هذا القانون شكور هو اليمين المتطرف هو مارين لوبان وبالتالي اليمين التقليدي اللي كانت عنده الأغلبية هو الآن يعني في زاوية ويريد أنه يتفادى الأصوات قال لك يعني بدون أصوات اليمين المتطرف هذا القانون يمر فالرئيس وحتى وزير الداخلية عندما أخذ الكلمة في البرلمان بعد ما تمت المصادقة عليه قال لك نحن ليس لنا علاقة مع اليمين المتطرف هذه أفكار اليمين المتطرف وهذه ألوانهم وهذه لغتهم وهم من كانوا منذ زمان طويل يحاربون الهجرة ويعتدون بالكلام ويفضلون الفرنسي يعني من أصل فرنسي على المهاجر هذا كلام وخطاب السياسي للمين المتطرف هذه اليسار الآن وكل أحزاب المعادية للمين المتطرف وفي الجهة الأخرى يعني تشير بالأصابع على أن هذا القانون هو قانون اليمين المتطرف وأنتم كيمين تقليدي ذهبتم في هذا الطريق وأخذتم هذا المصار وهذا يعني لا يشرف صورة فرنسا التي يعني تعتبر بلد مثل ما يقول شعارها المساواة الأخوة والحرية كذلك وكذلك بلد الديمقراطية فالآن هذا الإشكال الحزب الحاكم يريد أنه ينفض عليه هذه الصورة ويقول لا هذا مشروعي أنا لأنه حتى اليمين التقليدي يتبنى هذا المشروع ويريد أنه يرفض أصوات اليمين المتطرف هذا هو الإشكال بين في حال مجلس الحكماء مشاف القانونية هل يبدأ أو في هذا القانون الجديد هل يبدأ تطبيق ديالو بداية 2024 أكيد بكل صراحة هذا أكيد يعني رح يبدأ تشيده مباشرة بعد إمضاءه من طرف الرئيس لأنه لأنه عند مجلس دستوري عندما يقصل فيه وعندما يدلو بيدلو ويعطي الإخراج تاو رح يروح للرئيس يمضي عليه وبعدين يخرج في الجريدة الرسمية وبعدين يطبق مباشرة هذا هذا مهم جدا يعني لكن أني نشوف يعني بكل صراحة يعني فيه تحرك ميداني وتحرك تعشارة والنقابات وفيه ضغط كبير بكل صراحة الآن ربما ما تحصلوش أخي بلال لأنه لو تشوف أمس وقبل أمس لأنه الآن هي أعياد نهاية السنة اليوم نوال كذلك فيه ربما أعياد نهاية السنة بعد ثلاث أيام ربعة أيام حتى أسبوع لكن بداية السنة فيه تحرك كبير يعني تشوف امتعاد كبير بكل صراحة عند النقابات عند المنظمات عند أرباب العمل عند الجمعيات هذه لاصيمات عند أسوستراسيزم عند لومراب عند فرنسا يعني أرض ملجأ تارديكزيل فالمنظمات كثيرة يعني بكل صراحة هي ضد هذا القانون وقال لك يعني لأول مرة في تاريخ فرنسا أن يكونوا فيه مواد لبكل صراحة عنصرية تقزم تقزم يعني وتقلص في حقوق صح رنم ضد الهجرة الغير شرعية ضد ربما الناس اللي بيعوا يعني البشر واستفادوا يعني من هذه الهجرة يعني من بلد إلى بلد يخذوا أموال كبيرة وعائدات كبيرة على يعني أبناء يعني الأفارقة وزيد كذلك النقطة المهمة سيدي المحترم هو الآن لو تشوف نسبة كبيرة المهاجرين الغير شرعيين هم من إفريقيا هم من دول السحن وبالتالي هذه كذلك نقطة مهمة جدا أنه يعني كثير من الإخوة ربما وبعض حتى الأحزاب المتطرفة تتكلم عن الجزائر تتكلم على إعادة النظر في هذا القانون وفي هذه الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا ومهم جدا كذلك أنه يعرف المتتبع تانا داخل مخارج الوطن أنه الاتفاقية وزنها أكثر من القانون هذه يجب أنه يعرفوها لأنه كثير من الناس فيه خلط ويقول لك لا وغدوة قدرين يغيروها قدرين يدروا لا الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا وزنها وسلطتها أكثر من القانون يعني القانون ما يقدرش يغيرها إلا إذا قدر تتغير بين الطرفين يعني حتى فرنسا اللي وحدها ما تقدرش تغيرها لازم يا بلال أنا وياك نقعدو في طاولة نجبدو الاتفاقية هذه ونبدو نتنقش وفيها نقطة بنقطة انترك فاهم أنا راني فاهم انترك قابل أنا راني قابل طيب يلا يا سيدين عدل حتى الآن خطوة نقاش في الاتفاقية ما بدأتش بين الجزائر لا لا والحمد لله الآن أنه كان فيه كان فيه يعني هما أطاروا هذا الموضوع في البرلمان وتمت يعني المصدقة كانت بلا يعني الكثير من نواب البرلمان ومن العديد من الأحزاب رفضوا أنه يتم تعديل والحاجة ربما الإيجابية كذلك ليجب أنه يعلم بها جميع تدخل الرئيس ماكرون يعني أعطى تعليمات صارمة للنواب وقلم قضية الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا ليس قضية برلمان بل هي قضية علاقة دولية هذه مهمة جدا يعني هذا بعث برسالة وصل فيها على أساس يا جماعة أضربوا الناحية يعني القضية هذه ليش خطيتكم تماما هذه الإليزي وغدوة كذلك مع المرادية يعني إذا كان فيه اتفاق وكان تعديل وكان تشاور مفوضات هذه ليش خطيتكم تماما في البرلمان والدليل على ذلك أنه تم رفض يعني الكلام والحديث على هذا الاتفاقية في البرلمان وصوط عليها بلا كم مهاجرين جزائريين في فرنسا شحل عندنا المهاجرين غير شرعيين وشرعيين هو حسب الإحسائيات رسمية يقول لك حوالي ثمانمائة ألف لكن حسب الكلام أزيد من خمسة مليون جزائري أنت لازم الآن يا أخي بلال نتكلم عن شرعيين وغير شرعيين نعم لازم تحسب أولا تحسب الجزائريون تعنا لمقيمين بطريقة شرعية لعندهم بطاقة إيقار شحال عندهم لعندهم بطاقة حديدة كثير يعني ما تقدرش كينا على سبيل المثال إذا تشوف أنت يا الأرقام تقع سلطة البلد سلطة الجزائر تلقى أرقام وسلطة الفرنسية عندها أرقام لماذا؟ لأنه كاين فيه بعض الجزائريين مايروحش للقنصولية كيف نعرف إحنا عدد الجزائريين تعنا كيجيك القنصولية ويدرلك بطاقة بتسجيل يعني تسجر نفسك فما لي تعرف عدد الجزائريين الحقيقي لكن كاين بعض الجزائريين اللي مايروحش تلقى جزائري لكن يقول لك أنا ما عنديش علاقة بالقنصولية حتى في بعض لحياة الجزائريين تعنا لدوب ناسيوناليتي لبين ناسيونو اللي عندهم جنسية مزدوجة يقول لك أنا كنروح الجزائري ندير تأشيرة ما نروحش بالجواز الجزائري هذا كذلك لازم ندخله في الحساب فبالتالي كيين كثير من أبناء جاليتنا المهاجرين غير شرعيين المهاجرين شرعيين الجزائريين تعنا يعني لدوب ناسيوناليتي وحتى العارفين بالشأن السياسي وحتى كذلك معهد الإحصاء حتى كذلك يعني المهد هذا الخاص بالإحصاء في فرنسا الجالية الجزائرية هي أول جالية من حيث العدد في فرنسا وهذه الجالية كذلك سيدي المحترم ما صبحت الجالية تعال أربعينيات والخمسينيات الناس تعنا المغتربين اللي كانوا يخدموا في المناجم اللي يخدموا في زيزين بوجو رونو اللي كانوا يخدموا في ورشة البناء لأعادوا بناء فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية يا إلهي يعني عندك داكاتيرا يا بلال عندك نواب في البرلمان من أصول جزائرية عندك كانوا وعندنا وزراء من أصول جزائرية عندنا كذلك رؤساء بلديات فالجالية الجزائرية أصبحت قوة اقتصادية ضاربة في المجتمع الفرنسي ويحسب لها ألف حساب نتمنى فقط من سلوطة البلد أن يستغلوا ذلك نعم من ناحية اللوبيينغ وهذا هو اللي لازم الجزائر كذلك تعمل على اللوبيينغ ديلها في فرنسا إذن المهاجرين الغير شرعيين والمهاجرين الآن في خطر في فرنسا من ناحية القانونية هو من هو كان تضييق لا من ناحية القانونية إذا جسد هذا القانون سيتم تهجيرهم إذا جسد هذا القانون إذا جسد هذا القانون كل الجالية وكل المهاجرين في الهوى سوا معدى ربما الآن السؤال مطروح هل السلوطة الفرنسية راح تأخذ به الاعتبار الاتفاقية المبرمة بين جزائر وفرنسا وبالتالي قال لا أنتم جزائريين أنتم رأنا عندنا معكم يا جماعة اتفاقية رأكم عندكم امتيازات يعني كنت كل محنا على التجمع العائلي لقروق رأتمان فاميليات الأخرين رح نعطيه المعامل بس حنتم في الاتفاقية اللي برمناها معكم عندكم سنة فقط يعني هذه التحفيز كذلك يعني الجوانب الاجتماعية الأخرى الجوانب الاجتماعية المساعدة إلى آخره نحن مضينا معكم يا جماعة اتفاقية فبالتالي الآن سؤال مطروح هل السلطات الفرنسية رح تأخذ بيع الاعتبار الاتفاقية وبالتالي قال جزائري عنده حالة خاصة وانت عامل معكم تماما بحالة خاصة او رح يلحوم كلهم في نفس السلة وفي نفس وكلهم يعني في نفس يعني في نفس الفضاء نعم اذا اعتقد انه طرقنا للقانون بكل جوانبو حتى مشينا حتى بعد المصادقة وعدم المصادقة عليه من طرف مجلسة وضع ما نتمنى بكل صراحة يعني احنا نتمنى ان يكون يعني قانون عادل بين كل الناس يعني لانه هذا الانسان احنا في الاتفاقية المبرمة اخي بلال عندك اقامة في فرنسا عشر سنوات بدون اوراق قانونيا السلطات البلد يسويوا لك الوضعية تاك فاحنا ماذا بينا انه ابنائنا هذم اللي رحم رحمه ولسيما ابنائنا اللي رحم يعملوا واللي رحم يضيفوا اضافة يعني المجتمع الفرنسي ولمسة يعني المجتمع من حيث الاقتصاد من حيث الثقافة من حيث لا ادري يعني السياحة يعني الجزائريون تعني يا اخي بلال مهمش كلهم يعني مهاجرين غير شرعيين فبالتالي كالناس لي خدمت احنا ندرك فرنسا كتشوف البنيان وتشوف تشييد هذا يعني في جميع المجالات تحافل كتروح الباريز يعني المترو وتروح للانفاق هذه بسواعد الجزائريين صحيح فبالتالي هذه الجالية راي تساهم كذلك في الاقتصاد راي تساهم في الضرائب راي تخلص راي عليها كل وجبات انتاء المجتمع الفرنسي نعم فانا تمنى انه سلطات البلد تأخذ بيع الاتبار هذه الجالية ونحن يعني كبلد لنا حقية بكل صراحة في هذا المجتمع بحكم الماضي بحكم يعني الجغرافيا وحكم التاريخ كذلك نعم وبحكم كذلك انه تروتنا نهيبت من طرف فرنسا لثنوات والثنوات شكرا لك شكرا لك للتوضيحات وإذا ستلتقي بك في موائد أخرى إن شاء الله إذا المشاهدين الكرام أو خاصة ابناء الجالية وعائلاتهم هنا اعتقد ان اتطرقنا لهذا القانون خاصة مدرسة التي وصلتني بضرورة فهم أكبر لهذا القانون لأنه كثير من العائلات خايفة على ولدها هناك وهذا شيء منطقي أتمنى السلامة والأمن لكل جاليتنا في الخارج ولكل الجزائرين وقليلا نقولكم في نهاية هذا اليوم أدام الله عز الجزائر حفظها من عوسة رشعب ألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك الحين نقولكم سلام أكيد راح نحكو على القروض للحرفيين دعما للصناعات التقليدية والحرف الناس التي تشوفينا اليوم لعندها حرفة لعندها موهبة تحب تطورها وتدخل فيه أو لتصنفها ضمن الحرف اليدوية بداية كيفش يكون الإجراءات من أجل الالتحاق بكم كمؤسسة؟ والله فيما يخص تمويل أصغر حرفة هذا لراب الشرع قبل ما نصل إلى التمويل نروح نقطة من نقطة نعرف الناس ولا نفتح الباب للمجال للناس باش تجي تلتحق بكم ومبعد نمولوهم نشيبوا المشاريع ومبعد نتمولوها أكيد هو أولا المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف رأي تنشط في الميدان منذ 2017 يعني المنظمة التاناكل للحرفيين والحرفيات يعني أصحاب المؤسسات يعرفوها يعني وراه لها صداف عدد كبير من الولايات الحمد لله بحكم مرافقة دائمة المرافقة أو النشاطات التانا الميدانية خاصة للسادة والسيدات رؤساء المكاتب الولايات التانا اللي رأي نشطه يعني عبر كل الولايات أو خاصة بعد المؤتمر الثاني اللي كان في فيذري الماضي وينوسعنا النشاط التانا والحضور التانا في البلديات خاصة في الأول ما كاشهدنا بلديات ذركنا النصب في مكاتب بلدية وين يكون عدنا حضور وتوسع جغرافي عبر كامل التراب الوطني لأنه ما يخفاش عليك أنه كانت عدنا 48 ويلايات رجعت عدنا 58 ويلايات مشغل ما صح كان لازم إعادة برمجة أو أجد الولايات أيضا وتوسيع خاصة أنتأخذنا الفرصة أنه يكون عدنا توسع عبر البلديات حتى يكون لنا احتكاك مباشر مع الحرفيين والحرفيات وأصحاب المؤسسات وحاملين مشاريع من الشباب الجزائري لأنه في المنظمة ما يشرح يكون غير المؤسسة الكبيرة فقط عدنا المؤسسات الكبيرة والفلاحين والحرفيين وصناعة التقليدية وعدنا الطلب الجامعيين وطلب التكوين المهني حاملين مشاريع ليقدروا يكونوا في المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرفة جميل يلا وشنو هي الشروط اللي لازم تكون في الإنسان باش يجيكم ويجيب المشاريع ليس لنا أي شروط هو الشرط الأول اللي عندنا هو يكون يكون عنده يعني تكوين أو سجيل تجاري أو بطاقة حرفي أو بطاقة فلاح أما بما يخص الطلبة خريجي أو الطلبة اللي ما زالوا يقرأوا في الجامعات يعني يجيبنا يعني شهادة اللي يدرس في الجامعة أو التكوين المهني وهو مقبول في المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرفة جميل يلا نرجع إلى أهم نقطة اللي يجب أن نترقوا لها في هذا الموضوع وهو القروض اللي تقدموها للحرفيين والمؤسسات الصغيرة للصناعة التقليدية والحرفة عندكم نوعين من التموين عندكم تموين حرفتي وتموين مؤسسات صغيرة يلا نرحو نفصلوا في كل وحدة فيهم شوف فيما يخص تموينات هذه أصغر حرفتي كانت بالشراكة مع مصرف السلام اللي هو مشكور يعني حتى هو مشكور على هذه المبادرة طيبة لأنه أعطنا أهمية احنا كمنظمة أولا وعطى أهمية للاقتصاد الوطني لأنه هذه المؤسسات احنا نقول الحرفة هي مؤسسة صغيرة لأنه يعني النواة الحقيقية تاع صناعة وتنمية الاقتصاد الوطني أو التحقيق الاكتفاء الذاتي هما الحرف والمؤسسات الصغيرة صح المنتشرة في القرى والمداشر تموين حرفتي هذا فيه شقين الشق الأول هو تموين يعني الصناعات البيتية كما نقول احنا المواهب البيتية الحرف التي تنجز في البيت لا تستهد يعني لا ما تحتاجوش محل أو ورشة أو لا هذه يعني أي ماكيثة في البيت خاصة نحن نعطي أهمية قصوى للمطلقات والأرامل الذين يعيلون عائلات والدرجة الثانية جي الماكيثات في البيت من بنا من بنات إخواتنا يعني اللي حاملين مواهب احنا حاجة اللولة نديروها لهم كمنظمة أننا نأهلوهم نكونوهم لأنه المرأة الجزائرية كلهم حاملت مواهب لأنهم يخدموا الطهي في الدار هما الخياطة هما الصناعات الجلدية حتى تربية الحيوانية تربية المواشي تربية المواشي تربية الحيوانية نحن في المناطق الريفية المرأة هي لتتقوم بهم لذا احنا ارتأينا يعني الأوين الأخيرة تخلنا حتى تربية الحيوانية في هذا التموين القرض الحيرفاتي ولكن يجي في الجزئية الثانية لمؤسسة صغيرة أما فيما يخص الماكيثات بالبيت يستطيعوا أنهم يستفادوا من هذا التموين لرح يكون الغطاء المالي تاعة ويوصل حتى الـ 50 مليون سنتيم يعني 50 مليون سنتيم يعني احنا ما نمدوها اموال ولكن مدوها ماتريال سلاع هذه ماتريال آلات خياطة أو خبز تقليدي أو حلويات تجهيزات يعني أو الطبخ يعني نعرف نحن نساء الجزائريات كلهم يمتهن فنون الطبخ هو فنون صناعة الحلويات والخياطة خاصة نرتكز على بعض الحرف اللي هي آيلة للزوال كما مثلا نعطنا أنت صناعات الجلدية صناعة الأجبان هذو كلهم صناعات نقدرون نخدمهم في البيت أمهاتنا وأخواتنا يخدمهم في البيت وما يحتاجوا شيء في رضافار كبير يعني يحتاجوا ربعين مليون سنتيم أو عشرين مليون سنتيم وإحنا السنف الثاني فقط سمح لنقاطعك فقط في هذه النقطة لازم تكون هي مزاولة للمشروع ولا تكون حاملة لفكرة فقط لا لازم تكون لها موهبة يعني تكون مارسة المشروع لأنه كان لجنة مختصة في المنظمة هي تدرس الملف هذه المستفيدة ودير لها تأهيل يعني مستعجل أكسيريلي تكوين أكسيريلي لأنه عدنا كذلك اتفاقية مع وزارة تكوين المهني والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية يعني نشوف إلا كانت هذه المرة مؤهلة ولا حتى يكون التموين هذا يروح لأصحابه يعني حتى نضمنه بهذه المؤسسات تنجح يعني من بعد نحن نتبعهم في الترويج وترويج السلاء التحهم نحن الأهمية القسوة تانا هو دعم الاقتصاد الوطني يعني هذه المؤسسات لازم ننضمنه بهذه الآلات كيف نمدهم لك ننضمنه بهذه المؤسسات تخدم يكون في إنتاج هذا فيما يخص حرفتي أو قرض حرفتي نرشه إلى الجزء الثاني إلى النوع الثاني من التموين أو التموين المؤسسات المصغرة النوع الثاني يقدروا يشتفادوا منه كل الفئات حميلي المشاريع يعني شباب أو نساء أو كهول أو يعني كل الفئات العمرية من 19 سنة حتى إلى 70 سنة يقدر يشتفاد يوصل للقرض هذا حتى 150 مليون سنتيم هو عبارة عن إنشاء مؤسسة أو ورشة مسغرة في كل المجالات يعني كل الإختصاصات الشرط الأول أنه يكون عندك شهادة في المجال شهادة أهلك في هذا المجال وثاني إسمها شهادة أهلية ربما شهادة التأهيل لتأهلك يعني تكوين المهني أو من الغرفة الوطنية لصناعات التقليدية ولا يكون عندك سيجيل تجاري يعني في هذا المجال وثانيا يعني نديرو لك لو تاست إحنا كمنظمة ما عندنا لجنة مختصة نديرو لك التاست هذا نشوفوك إليك مؤهل وإلما كش مؤهل مش عايب يعني نزيدو لك نزيدو لك يعني إعادة لتأهيل يعني إعادة تأهيل يعني خاصة في نيفو تكنولوجيا هذا يعني نزيدو نعطو لك نطورو لك من الأفكار تاك ومن بعد يعني رح تكون مرافقة بكل معلق ونديرو لك يعني إحنا حاضنة أعمال رح نكون بالنسبة لهذه المستفيدين كحاضنة كحاضنة أعمال يعني نكونوهم ونرافقوهم حتى ننجح لأنه إحنا مصري في السلام موش فتح فتح حتى الشركاء الأخرين نحن نديرو معهم الأسابيع القادمة من البنوك موش فتحيننا يعني رأسمال كبير عدنا رأسمال محدد ماذا بينا إحنا تستغلوك تستفاد منه فئة وترد هذه الأموال حتى تستفاد فئة أخرى من هذه الأموال ويكون عدنا توسع جغرافي كبير ثانيا دخلنا تربية الحيوانية في تربية المواشي وتربية الأبقار ودخلنا ثاني إخصائية جديدة هذه دخلنا القوارب الصيد البحري لحاملين المشاريع في مجال الصيد البحري وتربية المائيات التي لا تتجاوز القيمة المالية تحمية 50 مليون سنتين جميل يعني رأكم فتحت المجال ووسعت المجال ووسعت عندك فيما يخص الملفات يعني كالي يقول لك الملف كبير وتمويل وملف الملف هو عبارة عن ست وثائق يعني يقدر أي مستفادي يجمع ذلك الوثائق في ظرف 24 ساعة والملف يدرس على مستوى المكتب الوطني للمنظمة الوطنية للمؤسسات والحيرف في 24 ساعة كنت تقبل الملف الروح للخطوة الثانية يلا أعطينا الوثائق وشنو هي بشاك تفي عجال الوثائق هي عبارة عن شهادة ملف إداري عادي شهادة شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التاريخ الوطني نسخة من سجل التجاري يولى بطاقة الحيرفي أو شهادة تكوين المياني فيما يخص القرض تمويل 250 مليون وكين استمارة تملأ عندنا كف المنظمة وعندنا تقرير تزيارة ميدانية نحن نديره نزوره المحل هذا ونحرره محظرة معينة والملف يجمع يروح للمصر في السلام يدرس في خلال سبع أيام فقط كأقصى حد يستفاد المستفاد نذكر فقط المشاهدين الأكارم أنه مش شرط يتنقلوا إلى الولاية ولا مش شرط مع إمكانيات عدنا إمكانيات عدنا موقع موقع إلكتروني يقدروا يسجلوا فيه عدنا استمارة إلكترونية يقدروا يسجلوا فيها برك أي إنسان يحب يستفاد رانديرين أرقام خاصة للاتصال يعني موجودة نذكرهم بلا البريد ولا نذكرهم بالموقع عدنا الصفحة الرسمية التانية هي المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف رح يلقى فيها الموقع الإلكتروني التانية ويلقى فيها كل الخاصية فيما يخص هذا البرنامج تتموين حرفتي أو يدخل الموقع الرسمي مصرف السلام كذلك يلقى كل الخاصيات حتى أرقام الهاتف التانية والإيميل التانية يلا جميل نروح إلى نقطة مهمة لازم نترقل وهو عدد المشاريع إلى غاية اليوم شحل من مشروع جاءكم وشحل من مشروع تم قبوله والله هي احنا بدناها بمناسبة أول نوفمبر الماضي فقط أولا كان عدنا يعني واحد يعني عراقيل يعني في دراسة الملفات عدنا احنا يعني من جهتنا احنا ولكن صحنا ذاك الموضوع عدنا ذرك في ظرف شهر من 15 نوفمبر ليومنا هذا استقبلنا أكثر من 250 ملف يعني ولكن الملفات احنا قبل ما نستقبلهم يعني نعطيك الملف ونقول لك اسكو يقبل ولا يقبل يعني قبل ما تجي ولا تتنقل من ولاية أخرى إلى الجزائر العاصمة يعني نعطيك الملف التعاكي إلا كان مقبول وإلا ماش مقبول وان بعد نروح لدراسة القانونية الأمنية أو الصحية أكيد يرفض أو يكون يعني في الانتظار في الانتظار إلى غاية تصحيح يعني هذي مش منا نخلعوش الناس يرفض أكيد ينحي لريزيرف لا الملف احنا كيد تتصل بنا ونقول الملف التعاك مقبول أو غير مقبول صح ولا نقول هوا شيء خاص إذا كان الملف قبل يعني نروحوا الخطوة الثانية هي يعني الزيارة الميدانية اللي رح إحنا كمنظمة نشوفوا بلقوا على السلبيات وإنما يعرفوا مش المستفاد إحنا نعطول ذو السلبيات كي صح هذوك السلبيات عاود يجي عندنا الملف يروح مباشرة للبنك لحد الساعة في من بين ميتين وستين ملف استفادوا أكثر من عشرين واحد شكرا لك سيدة منظمة وطنية للمؤسسات والحرف على قبول دعوة البرنامج وشكرا على فتح هذا الموضوع معنا شكرا لكم وبرك الله فيكم وانتمنكم حتى أنتم لكل حرفيين النجاح إن شاء الله شكرا لك كده قرأت الطب النفسي العلاجي صباحة كل يوم أحد نتلقى مع الأخصائية التربوية الاجتماعية الأسرية السيدة صارة زقاد لدائم ما ترافقنا بمختلف المواضيع والمعلومات التي تعطيها النوم ما تبخلش علينا أكيد مختصة في الطفولة تحديدا صباحك سعيد محبا بك صباحك السعيد وصباح الخير لكل جمهور شروب مونيك أكيد سيدة زقاد اليوم حكينا صباحة الحلقة ولا في بداية الحلقة حكينا على الخوف الخجل الحياء عند الأطفال لنعرف الفرق بين كل حاجة فيهم ونحكي أيضا على الخجل لما يرافق الطفل من العائلة أو المجتمع إلى المدرسة وتأثيره على مكتسبات الطفل بداية الحياء والخجل ما هو الفرق بينهما أول شي تكلموا على الحياء والخجل نعم كما قلت الفرق بينهما الحياء كما يقال شعبة من شعب الإيمان نقدر نبسط مفهوم الحياء أن الطفل الصغير يستحي أنه يغير ملابسه قدام أخو ولا قدام الأب ولا قدام الأم يعني يستحي أصلا أنه يغير ملابسه ربما يستحي أنه يقول ألفاظ اللي من خارج المنزل حتى ويسمع هو يكون قادر يكررها لكنه يستحي إذن هو خلق حميد في الطفل حبذا لو كل أطفال يكون فيهم خلق الحياء لكن الخجل الخجل هو عبارة عن نقدر نقوله مشكل نفسي أكثر من أنه مشكل يعني مرتبط بالأخلام لأنه يعتبر كعقدة يعني يكبح الطفل عن ممارسة يعني نشاطاته اليومية أو مهامه اليومية وشن هو الخيط الفاصل بين الحياء والخجل نعم الخجل يكبح الطفل يعني ما يخليش طفل يكون طفل مثلا اجتماعي ما يخليش الطفل أنه يكون يتواصل مع ناس أول مرة يتعرف عليهم ما يخليش الطفل أنه يشارك في المدرسة يقولي نحكيش معبرش عن نفسه نعم يخجل أنه يرفع يدو ويمد إجابة حتى وكانت إجابته صحيحة يخلي الطفل يخجل أنه يمارس وش نقوله النشاطات اليومية أو السلوكات كما قلت وللمعاملات اليومية العادية في الحياة حتى في المنزل مثلا في المنزل تجي لهم ضيفة مثلا حتى وكانت قريبة له جدته وخالته يعني القراض جدا أنه يخجل يقعد معها ولا يهدر معها يروح يتخبى في بيته ما يستقبلش الناس يعني يكون طفل انقوائي منعزل عن المجتمع عكس الحياة الحياة يقدر يكون في الطفل الحياة يعلمو كيفش يكون منضبط في القسم يعلمو كيفش أنه يكون صوته منخفض مع الكبير يكون فيه احترام أكثر نعم يكون فيه احترام أكثر يكون فيه لين في المعاملة أكثر يستحي من الكبير أنه يدير تصرفات غير جيدة ولا سلوكات غير محبذة أمام الناس الكبار لما يجي الضيف يكون سلوكه جيد منضبط مثلا موال فيه شغب مع أخوه لما يجوه ناس للدار يقول يستحي أنه يدير عليه مثلا نظرة سيئة هذا هو الحياة إذن الحياة قلنا هو خلق حميد وقلنا أنه الحياة هو شعبة من شعب الإيمان وأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروف بصفة الحياة كان حيي في الخلق دياله عكس لما نقوله الخجل الخجل هو عبارة عن عقدة أو اضطراب أو عائق بالنسبة للطفل طيب وشنه هي الأسباب ربما اللي تؤدي ولا توصل بالطفل أنه يوصل إلى درجة الخجل نعم الخجل سمحي لي فقط لقاطعك حتى لو كان طفل طبيعي تلقيه ما عنده حتى ربما في الشكل دياله ولا ما يتنمروش عليه ولكن وشنه هي الأسباب اللي تؤدي به باش يدخل في قوقعة أو دوامة الخجل نعم دوكنتها قلت رغم أنه يكون طفل طبيعي خطر دوكنوا لها هذه نقطة مهمة جدا كان لي قالوا أنه الخجل يقدر يكون عنده عوامل وراثية لما يكون في الأسرة كان بزاف لي عندهم هذه المشكلة يعني بالطولة رح يقولي المشكلة هذا وراثي وينقلوه الأجيال يعني اللي جاية والخجل يقدر يكون أيضا صفة مكتسبة وكتش يكون صفة مكتسبة بغض النظر على الويراثية لأنه يدخل فيها عوامل يعني بحثية وعلمية وطبية إلى آخرية نحن نتكلمه على المكتسبة المكتسبة يقدر يكون الخجل بسبب بسبب المشاكل الأسرية في المنزل دايما كاين العياط بين اليمة والبابات إذن الطفل هذاك يختار أنه ينسحب من التواصل ينسحب من المعاملات ينسحب دائما يكون انطوائي منعزل يقدر يكون بسبب تسلط الأبوين كل ما الطفل هذاك يحب يمارس شيء ما ولا يحب أنه يفرض وجوده ولا يحب أنه يشارك يعني في المهام اليومية على المنزل أي شيء بسيط يقدر يديره دائما يرد بماذا بألفاظ يعني بألفاظ جارحة مثلا ما تديرش ما تعملش هديك يعيط عليه ولا يلحق حتى للضرب يقدر يكون أيضا من ناحية التسلط التسلط على الأولياء يقدر يكون وين يلحق للضرب لسبب يعني كما يقولوا بالعالمية لفرغة وما فيهاش بسبب أو بغير سبب يعني حاجة لما تستدعيش أنه الطفل يعاقب لكنه يعاقب مع الوقت والطفل يخجل يعني تولي عنده عقدة مكتسبة من أنه يتواصل ولا من أنه يشارك ولا يتكلم لأنه دائما ما يتعرض للصد دائما كي ينحاجز هذا في نوع من الخوف نشوف أربما من كلامك يعني الخجل هو نوع من أنواع الخوف أصلا الخجل بالنسبة للطفل يعبروا عليه أنه خوف من كل شيء خوف من كل شيء ما ردت الفعل من نظرة الآخر نعم يخاف من كل شيء ومن أي شيء يخاف القسم أنه يرفع يده ويشارك لأنه مع لا بالوش المعلمة كيفاش رح يكون الرددي لها يقدر يقول باللي أنا بالك إيجابتي رح تكون خاطئة إذا المعلمة رح تحشمني ما نجاوبش آه لكنت إيجابتي خاطئة زملائية رح أن يضحكوا عليها حتى وما كانت شكاينة إذن هو يدير سيناريو هات في راسو لكن احنا الخجل هذا لما هو مكتسب يعني الحاجة المليحة أنه نقدر نعالجوها أي سؤال آخر ولن نكمل نتفضل لما دميا عرفت كيفاش نقدرون خرجوا الولد لما يدخلوا لنحسوا بالطفل رح يصل إلى مرحلة الخجل المرضي اللي ينقلها من الأسرة دياله أو من المجتمع اللي يعيش فيه إلى المدرسة وبالتالي رح يكون فيها تأثير سلبي على مردوده ومكتسباته المعرفية والمدرسية نعم يقدر يكون قلنا من التسلط يقدر يكون من مشكل وراثي يقدر يكون أيضا بسبب العنف داخل المنزل يقدر يكون بسبب مشاكل الأولياء أيضا يقدر يكون بسبب الحماية الزائدة للأولياء أيضا يقدر يكون بسبب الخوف الزائد على طفلهم من الأولياء على طفلهم يعني ما يخلوش يتواصل مع الغرابة هادو كامل أسباب عنده مشكل في كيفية استقبال الضيوف لذلك يختار أنه ينعزل يروح الغرفة لما يجي ضيف احنا نعلمه طفنا كيفاش يستقبل الضيف كيفاش يتكلم معه كيفاش يتكلم معه يكون دور الوالدين في مراقبة الطفل ويعفروا ما هي الأسباب وين يخجل النقاط ولمراحل يكون فيها الطفل خاجل نسأله مباشرة يوليدي علش ما تقعدش مع الضيوف ماما ما نعرفش نهدر معهم نعلموه يهدر كي تقعد كي تجي عمتك مثلا استقبلها قلها صباح الخير مثل الخير سلم عليها قلها وشاركي عمتو ومعليش مبعدها روح لبيتك هذا ما كان يعني أشياء بسيطة بسيطة جدا كي يجيك إنسان غريب افتح الباب وسقصي شكون يعني غريب بالنسبة للمحيط ضيق يعني مش غريب كامل يعني من الأسرة الممتدة افتح الباب واستقبل شكون هذا مرحبا إلا كان لازم يدخلوا يعني نعرفوه هدو تدريب بسيط بالنسبة للمدرسة نكونوا بالتنسيق مع المعلمة نروحوا نكلموا معلمة قال ابنها يعاني من مشكل الخجل الزائد حبذا لو تخضيه كحالة خاصة نوعا ما حتى وجاوب إجابة خاطئة حبذا لو أنه ما يتمش إحراجه باش هكذا يقولي الطفل يتدرب على أنه حتى الإجابة الخاطئة ماهيش مشكله أنه لما يجاوب خطأ رح يتعلم من خطأ دياله قطعك فقط تحيير كل أساتذة اللي يمكن إلا رباونا يقولوا أننا تجاوبوا ما عليش غالط أكيد هذه الكلمة كنا نسمعها بزيزا في القسم ما عليش غالط ما عليش إلا كان نفس الشيء يحصل مع الأطفال حاليا ولا لا لكن قبل أن نوصلوا إلى الحديث نذكر فقط المشاهدين والمشاهدات الأكاريم في اتصالاتنا ولا ابتصالاتكم من خلال رقم الهاتف الظهر أسفل الشاشع الأقل نستقبلوا مكالماتي فيها وحدة باش نسمعوا تجاربكم في هذا الموضوع اللي عندها وليدها يحشم ولا بنتها تشاركنا ونعطوكم الحلول يلا قلت أنت اللي عندها وليدها يحشم ولا لا لا حقيقة أنه في اللغة العربية الحشمة هي مرادفة الحياة يعني عندها نفس المعنى نحن في العامية ديالنا نستعملها بصيغة الخجل صح والخجل هو مشكل والحشمة ليست مشكل يعني هنا باش نعود اكيد باش نضح نضبطوا المصطلحات فقط للناس نعم باش نضبطوا المصطلحات يعني هاد النقطة مهمة أرجعنا للعلاج قلنا أنه العلاج لما يكون في المدرسة نقدروا نسقه مع المعلمة نعرفوها بحالة الطفل نعرفوها بالمشكلة اللي عند الطفل وعنده مثلا الرهب أنه يرفع يدو ويجاوب لأنه يخاف من ردة فعل المعلمة ولا الزملاء نعرفوها المعلمة بطبيعة الحال حاليا في المنهاج جديد لهم ممنوع أنهم يقولوا إجابة خطئة بنقدروا نقولوا أنه إجابة صحيحة لكن لي سؤال آخر مش لهذا السؤال إذن مدلو ثقة في نفسه طريقة جميلة عجبتني أكيد يعني طريقة سليسة في التعامل مع الأطفال إجابة صحيحة لكن لي سؤال آخر نعم من بعد المعلمة لكن الطفلة هدك شفتوا بلي نوعا ما انطوى على نفسه ولا حست أنه خطر على الأعراض الخجل تبدو على الوجه يقولي فيه إحمراري يقولي الطفلة هدك يخفض من نفسه ويحاول أنه يتخبأ وين ما يقابلش معلمة يخبي عينه باش ما يواجهش تكون مواجهة بصرية يلا خلينا استخدوا مكالمة هاتفية شفية على النقطة اللي يصلنا لها باش منطولوش علموش نعم صباح الخير صباح النور شكن معنا اختنم عنتي يلا تحية لكم كل ناس عينتي مش فنت اللي راتشوفينها فيها تصبيح تفضلي لا باس الحمد لله تفضلي بسؤالك رايي في الاستماع السيدة زقين يقولي عندي البنت خاجولة بالبزيط هي أخوها يشيش مو وعندي وحدة البنت يشغلها اللي وثلت عليها عندها تفضلي مقلقة في البزيط تطبي تفرض غير عائلة وانا زمام هم لتمكن من قدش مع عندي مشاكل في العائلة من قدش في غدوب قلقين نضربهم أكيد سمعي أستاذ طيب سؤال فقط لك سيدة هل يقرأوا مليحة يعني في المدرسة ولا لا لا شوي يقرأ في المدرسة شوية هذا اللي خذتنا أولى ذعرها كما تنقول رايي تشكيز منها المعلمة ما يشاركش ولا وشنه هي الأسباب ولا أشيقات لك المعلمة قلت لي زمرا عيان قلت لي يعلمين قلت لي الحروف والأرقام مازالوا ضعيف الحروف والأرقام وا يلا أول كبيرة قلنا قلنا مغنى نحفظها يجبغ لي الألعاب نجو متاعه ولا يقعد يرصم نقول لها روح الراجل نحفظها يجبغ لي الألعاب ولا جو متاعه طيب بالنسبة الكبيرة هل تشارك في القسم تحشم تحشم حشام حشام أنا ألم هونك شي بيط ويرعب في بيط ما نعلم في البيت كيفش يتعاملوا هل عندهم الخجل في البيت يلا يبقى في الاستماع رح تسمعي إلى نصائح سيدة زجد قد لك عندها بنتين عندهم مشكل حتى في الدراسة وصل المشكلة تهم إلى المدرسة في التحصيل الدراسي ديالهم يقدر يكون الخجل تاني عنده علاقة بعدم المعرفة لما يكون الطفل ما عنده ثقة في قدراته بسببها يقاتلك مثال أن الطفل ديالها ما يعرش أصلا حروف وقاتلك أيضا نقطة مهمة قاتلك أحيانا صغيرة قاتلك أحيانا تضربهم المنزل تتقلق وتضربهم احنا كنا حكينا بالخجل يقدر راجع لسبب تسلط ولا العنف المنزلي يعني هذا سبب والسبب الثاني هو أن الأطفال ما عندهم خبرة ما عندهم معرفة كي يروح للمدرسة ما عنده نفس المعلومات لعند الطفل اللي يكون بنفس السنديال ويعني جامعة أقران ولذلك أنه ما يوليش يحب يروح للمدرسة أو لما يروح للمدرسة ينسحل يكون خجول جدا وينسحل فهذا النقطة أيضا كنا حكينا في حصة سابقة على تحضير الطفل للمدرسة لسنة مدرسة قلنا أنه حب ذا لو الأولياء يعلموا حتى وروا يحب يروح يلعب تتخذ الألعاب كوسيلة تعليمية مثلا يحب يلعب القرائسات والخشيبات ترسم له في القرائسات والخشيبات رقم واحد تعلموا يخي عندنا القرائسات مكتوب فيهم الأرقام تعلموا الأرقام اللي كانين في القرائسات ودلوا بهم أشكال هالطريقة رو يتعلم تاخد يحب يرسم تجيب أوراق رسم وترسم له الحروف لأن الحروف العربية أصلا هي عبارة عن فن ورسم ترسمهم لهم بعد تدلوا على شكل قبعة فوق الألف الباد دره على شكل عرب إلى آخر هنا رح يستمتع وبهالطريقة حتى الأم ما يكونش عندها مشكل مع الطفل ديالها أنه يتفاعل معها ويعاود يكرر بها طريقة أو يتعلم الحروف وراه يستمتع باللعب لكن ما تقوله شو رح تقرأ خطر ما شو رح يرح يقرأ مدام ما شفهاش تروح لأنه من بين أساليب التربية الناجعة والفعالة هو الملاحظة عند الطفل الطفل يشوف وشام يدير ويدير مدام ما شفهاش راح تجبدت وبدأت الأطفال بدرجة كبيرة هم بصريين على بيها يحبوا الألوان يحبوا الأشكال يحبوا لأنه هدكوش يشوفوا يستمتعوا لذلك الأم تركز على هاد النقطة بالنسبة حتى يرم أكبر منه سناً لقاتلك بالليتاني ضعيفة في المدرسة تشوف سبب الخجل ديالها ونرى سبب الخجل ديالها أنه تخجل في الرياضيات في مادة الرياضيات تخجل في مادة لغة العربية إذن عندها ضعف هذه المادة ماهوش خجل لكن نقص المعرفة هو اللي يسبب لها هاد المشكلة جميل يلا نستقبله مكالمة هاتفية أيضاً في أذبرنا ما شو نقوله هذا صباح الخير يالله ما كانش مكالمة انقطعت المكالمة الهاتفية ولكن في التحكم كانوا حكموا السؤال دياله وش كان السؤال فقط دياله هم المتصر كان يشكر الأستاذة وقال في كل مؤسسة إن شاء الله تكون أستاذة كيمانتية مستشارة في كل مؤسسة حقيقة يعني ثناء على هذا الفقرة وعلى الكلام اللي تقول له الله خليني فقط عفواً نستقبل مكالمة هاتفية كآخر اتصال معنا في هذا الصباح وقلوا قالوا صباح الخير قالوا صباح الخير صباح النور شكن معنا ومنين يلا أم إسحاق من سيدي بالعباس من سيدي بالعباس تحية لكم كل ناس سيدي بالعباس سيدي بالعباس تفضلي بسؤالك سيدي بالعباس شوف أنا أولدي كان يجب معدل بسبعة تاعش الله يبارك عند البيان سناك فضل رأنا في الاستماع ومن بعد أي ودوغ جابني معدلت للتاعش عند الخارج يرغي يشم ما يبغيش يجبلي ما يريد يشارك في القسم ما يحبش يشارك يعني تواصلتي مع المعلمة يالو هدرت معها وقلت بللي مراش كيما السنوات المردي قلت يسنار عند خجل بزيز يالله نسق سيك فقط على أمور داخلية ربما في المنزل هل ما عندكم مش مشاكل في الأسرة هل الأمر ما زال طبيعي كيما الأول لا ما عندي مشكلة مع مفرط لقى الوسائل ثاوعة طي شحك في عمره فقط شحك في عمره تلتح هنا لدينا شهادة التعليم متوسط يالله جميل بقى في الاستماع نتمنى لكل التوفيق والنجاح سيدة زقاد قلت لك سمعت سؤالها ايه باللي كان المعدل بعد حبط من نتيجة بدون أسباب واضحة بدون أسباب حاليا السن لأنه فترة المراهقة يقدروا يطرأوا تغيرات على سؤال الشاب أو الشاب يعني الفتاة أو الفتاة يقدر يطرأ عليهم تغيرات يعني يكون طفل هذا اندفاعي يقدر يكون نشيط يقدر يكون حركي يقدر يكون اجتماعي بعد ذلك يقول لي انطوائي يجبض روحي يقول لي ما يتواصلش مع الناس يقدر يكون في هذه الحالة أنه الطفل مدام المعدل ديال وراه مقبول جدا ما يمرسولوش ضغط قلت لك نزل برو تبع على حسب من الناس 17 نزل 16 يعني مهما يكون رهو مازال في الممتاز خاصة أنه في شهادة تعليم المتوسط يعني المعدلات مهما كانت يعني رح يطلع يقدر يكون تروح معه غير بالعقل تروح معه غير بالعقل تروح معه غير بالعقل ما هيش مشكلة هذه لأنه طبيعة الطبيعة الفيزيولوجية دياله رهي تتغير طبيعة الحالة رضيعته النفسية يلا ما تقوقوش على وليتكم ما زالوا في حالة الطب ما زالوا لبس عليك سيدة صارة زجاد على كل معلومات المقدمة